السلام عليكم يا دكاترة أعرفكم بنفسي أنا ميال خالد طبيبة امتياز وإن شاء الله هنعمل مراجعة سريعة كده على الروماتولوجي أنا عارفة أن الروماتولوجي من الحاجات اللي فيها حفز كتير ولكن بإذن الله نعتمد في المراجعة بتاعتنا أن كل درس طلع لك فيه مفتاح كده المفتاح ده يفكرك بأغلب الدرس إن شاء الله بإذن الله الروفجن بتاعتنا هتكون من كتاب ESM اللي هو جزء السعر خلينا نستعين بالله كده بسم الله رح نرحي طيب خلينا نعمل الانترودوكشن سريعة الأول على الروماتولوجي كده أولا يعني إيه روماتيك ديسيز كلمة رو رو يعني فلو يعني جات التسمية من أغلب الديسيز إن شاء الله الله هنتكلم عليها هتلاقيها بتعمل الأفكشن على الجسم كله على كل السيستم كأن فيه فلو كده ماشى في الجسم كله تمام؟ طيب بيقولك إن الروماتيزم روماتيزم دي مش ديسيز دي مش حاجة مديكال ديسيز ولا أي حاجة ده مجرد إن أي حد بيكون معاي جوينت بين وجوينت ستيفنس بقول إن الشخص ده معاي روماتيزم تمام؟ طيب ليه همني بقى إن إحنا عندنا إن الديسيز بتاعت الروماتيك ديسيز دي بنقسمها لحاجة إنفليماتري ونن إنفليماتري أول معلومة مهمة إن حضرتك تعرفها إن عشان يحصل إنفليميشن في الستروكشر لازم يكون الستروكشر ده اللي حيحصل فيه الديسيز في بلات سابلاي وصله بلات سابلاي بمعنى إيه؟ بمعنى إن لو الستروكشر ده مفهوش بلات سابلاي شبه مثلا الكارتج يبقى مستحيل يحصل فيه إنفليميشن تمام؟ طيب لو حصل الإنفليميشن في الجاينت ده حنشوف إن شاء الله فيه إرماتويد أرثريتس ممكن الإنفليميشن يحصل في المصل وده حنشوفه في البوليمايوسايتس ممكن يحصل في الفيزل فيعمل لك فاسكوريتس وهكذا لكن نن إنفليماتري يبقى معنا كده الستروكشر اللي حيكون فيه الديسيز هيكون في الأغلب مفهوش بلات سابلاي شبه مين؟ شبه الكارتليج وده اللي حنشوفه في الأستيو أرثريتس إيتس دي مش صح هو مش إنفليميشن هو ديجنراتي ديسيز حصل ديجنريشن في الكارتج زي ما إن شاء الله هنشرح طيب فيه برضو ديسيز تاني اسمه فايبروميالجيا ده مش هنتكلم عليه ده بيكون فيه بين في أغلب الأماكن في الجسم تمام؟ مش هنتكلم عليه ده طيب حكلمك على الأبروتش كمان شوية في الأول بس فيه ترمينالجي كده أما أقول كلمة أرثالجيا يعني جوينت بين جوينت بين وده حاجة سبجيكتف ده العيان نفسه هيجي يقولك يا دكتور أنا المفصل ده بيوجعني تمام؟ لكن أرثايتس يعني إيه؟ يعني إنفليميشن في الجوينت فبالتالي إنت حضرتك لما هتعمل إجزامينيشن هتلاقي في إيه؟ هتلاقي فيه الساين بتاعة الإنفليميشن اللي هي تندرنس هوتنس سوالينج ستافنس وهقولك يعني إيه؟ ستافنس تمام؟ طيب فالستافنس هنا مكان اللاصف فونكشن تمام؟ طيب بيري أرثرايتس يعني إنفليميشن في الأماكن اللي حوالين الجوينت شبه مثلا الكابسول التندن طيب حاجة اسمها انثيسايتس انثيسايتس يعني إنفليميشن في الانثيس يعني الانثيس إيه؟ البون ده بيعمل فيه التندن والليجامنت والكابسول أو مكان الاتتاشمنت ده اللي هو النقط دي لو حصل فيها انفليميشن هسميه انثيسايتس تمام؟ وده مصطلح مهم بقى هاي بنيجي بقى يعني إيه؟ مورنينج ستافنس مورنينج ستافنس يعني الشخص ده هيجي يقولك يا دكتور أنا بصحة من النوم بعض مش قادر أقوم رجبتي مش هنكلة إيه دي مش هنكلة؟ تمام؟ ده اللي احنا متسميه مورنينج ستافنس فأنا ساعتها لازم أسأله سؤال مهم جدا بتقعد قد إيه؟ الشنكلة دي بتقعد قد إيه؟ والله لو قالك ان هي بتقعد أكتر من ساعة ده يقولك ان في الأغلب ده انفليماتري ديسيز طب وليه؟ لأن الحكاية دي بتحصل أصلا نتيجة اكيوميليشن للسايتوكاين في الجوينت زي ما احنا هنشوف إن شاء الله في الباثوجينيزيز إن بيكون في انفليماتري ماركر وبيكون في سايتوكاينز شبهي الانترليوكينز كل الانترليوكينز دي بتتجمع بالليل وهو نايب تقعد فين؟ تقعد في الجوينت فيسحى الصبح مش قادر يحرك الجوينت ده مع الوقت يبدأ البلود يعمل ووش آوت للسايتوكاينز دي بعيدة عن الجوينت فبالتالي الشخص دي يقدر إن هو يتحرك بعد كده تمام؟ طيب ريفيرد بين كلنا عارفين طبعا ريفيرد بين إن انت بتسأله الوجع ده بيسمى في حتة تانية يقول لك آه يبقى البين بيبقى فلت في مكان بعيد عن عن الباثولوجي وده لإن المكانين بيكون ليهم نفس النورب صباح تمام؟ طيب كلام بسيط لحد دلوقت في برضو رولز كده حنحطها مع بعض دلوقت أي شخص حضرتك هيخش لك في الاستقبال ومعاه acute inflammatory mono articular arthritis يعني ايه؟ يقول لك يا دكتور فجأة كده رجبتي دي في نحية واحدة في نحية واحدة رجبتي اليمين مثلا لقيتها ورمت وفيها بيل وتبص عليها تلاقيها رد وسخنة وهو أصلا عنده فيفر الشخص ده أول حاجة بتعملها له aspiration ليه؟ علشان نأكس كلود حاجة emergency اسمها septic arthritis وده هنتكلم عليها بالتفصيل طيب نجي بقى أكلمك كده عن الفكتور احنا عندنا حاجة اسمها rheumatoid factor rheumatoid factor ده non specific factor يعني ايه؟ يعني حضرتك ما تقدرش تعتمد عليه في ان انت تشخص rheumatoid arthritis شبه ما هنتكلم ليه؟ لان هو non specific يعني هو ممكن يكون الشخص ده أصلا معاه rheumatoid arthritis والأر اف بتاعه ناجد دي أول حاجة ذاكد انه هو rheumatoid factor ده بيعلى في روماتولوجيكال دي سيز تانيا شبه مثلا الاسل ايه؟ وممكن يعلى في انفكشن هيباطايتس مثلا في مثلا في sarquidosis في cirrhosis تمام؟ كل الحاجات دي ممكن تعليلك الـ rheumatoid factor طيب شبهه برضو اللي هو الـ ANA الـ ANA برضو ده non specific ممكن يعلى في واحد normal في normal elder ممكن تلاقي معاه الـ ANA ده بازدو ممكن في الاسل 98% ماشي بيكون الاسل يكون الـ ANA عالي لكن برضو ممكن يكون عالي في rheumatoid arthritis تمام؟ ممكن يكون عالي مثلا في systemic sclerosis ممكن يكون عالي في حاجة مالهاش علاقة خالص بالـ rheumatology في cirrhosis تمام؟ فعشان كده انا ما باعتمدش عنه زي برضو ان انا ما باعتمدش على rheumatoid factor ده في activity في ان انا ااساس activity يعني مش معنى ان الشخص ده معاه rheumatoid factor عالي ان هو activity بتاعته عالي وبصراحة احنا ما بنعتمدش برضو عليه قوي في البروجنوز ولكن ساعات يعني لما يكون rheumatoid factor ده عالي قوي او التتر بتاوي عالي قوي ده ممكن يديك ان الشخص ده معايس يفير ديسيس تمام؟ حد دلوقتي ان شاء الله يعني ما فيش اي مشكلة ان شاء الله هكلمك في كل درس ان احنا عندنا حاجة اسمها diagnostic character دي character احنا لازم نكون عارفينها علشان نقدر ان احنا نشخص الديسيس ده لان في الromatoid عمتا في الromatic disease احنا ما بنقدرش نعتمد على history بس بس احنا بنعتمد على history على examination على laboratory تمام؟ فكل ده بيطلع لك character لازم تمشي عليها specific يعني ايه التست ده sensitive ويعني ايه التست ده specific الحتة دي يعني الاحسن انتها تكون فهمة طيد احيي سهلة جدا واتلغبطش نفسها انا لما كلمك على sensitivity يبقى حضرتك حتكلمني على false negative ولما كلمك على ان التست ده specific يبقى ساعتها حتكلمني على false positive يبقى b مع b والان مع الان والحكاية عكسية contra يعني انا دلوقتي لما اقولك التست اللي انا بستخدمه ده highly sensitive يبقى معنا كده نسبة false negative قليلة يعني نسبة ان التست ده يطلع لك الشخص ده negative وهو اصلا عنده disease قليلة تمام لكن هنا العكس لما اقولك ان التست ده highly specific يبقى معنا كده نسبة ان هو يطلع لك false positive قليلة يعني نسبة ان هو يطلع لك ان الشخص ده ما عنده disease وهو عنده disease قليلة كمام فعشان كده احنا اصلا عندنا حاجة اسمها screening وحاجة اسمها confirmatory screening ده انا دلوقتي بستخدم فيه التست اللي هو sensitive الان مع الان ليه علشان لو انا عملت التست ده وطلع negative خلاص يبقى الشخص ده هرول out الشخص ده فعلا ما عنده disease حل لكن لو انا استخدمت في screening sensitive test ده وطلع التست ده positive يبقى ساعتها مش هعتمد عليه ساعتها لازم استخدم حاجة تأكد لي اكتر حاجة confirmatory test لازم يكون specific فبالتالي لما استخدم التست ال specific ده ويطلع positive هقول اكيد ان شاء الله الشخص ده عنده disease لان نسبة false positive قليلة فبالتالي التست ال specific بيكون confirmatory اقدر اعتمد عليه ان انا اعمل rule in للشخص ده جوه disease اقول ان الشخص ده فعلا عنده disease تمام اتمنى ان هي تكون بسيطة طيب نيجي بالنسبة ل type of joint ودي حتة مهمة قوي عشان هتفتح لنا حاجات كتيرة قد دلوقتي احنا عندنا joint في جسمنا 3 حاجات يا اما fibrous joint cartilaginous اما cymon واحدة واحدة fibrous joint دي joint ما بيكون ش فيها اي movement ما بتسمحش بأي movement شبه sculm كده تمام طيب لكن cartilaginous دي بتسمح بmanimal movement شبه مين شبه الvertebris ما عادة دي حتة مهمة ما عادة first والsecond vertebris الفيرست والsecond اللي انا بسميها atlanto axial الatlanto axial دي بيكون فيها synovial joint مش cartilaginous ليه لان حضرتك وانت قاعد كده حرك رقابتك يمين وشميل حتلاقها بتتحرك free movement يبقى معنى كده ان ده مش joint cartilaginous يبقى cartilaginous بيسمح بmanimal movement ودود بيكون في كل الvertebris ما عادة first والsecond vertebris وعندك مثلا knee joint ده بيكون synovial وده مهمة قوي بقى ده كلامنا في الاغلب هيكون على synovial synovial joint ده اللي هو ايه اللي هو بيعمل free movement تمام شبه knee joint وشبه برضو تمام تمام طيب لو هنتكلم على ال approach اللي احنا بنعمله لأي عيان معاه arthritis كلام ده اكيد حضرتك عارفه من القسكي ولكن هنمر عليه سريعا اولا الشخص ده دخلك بي symptom سواء بقى stiffness limitation للمovement حضرتك هتعمله examination examination ده هيطلع لك حبة signs منها sign of inflammation اللي هي swelling والhotness والredness والtenderness والlust of function اللي احنا بنقول عليها اللي stephenus كمام زيت بقى the repetition والdeformity وكده بعد كده حضرتك لازم تسأل نفسك كذا سؤال علشان تقدر توصل الdiagnose هل الديسيز ده موجود في الجوينت بس ولا لا معاه كمان اعراض extra articular معاه scan راش معاه ocular manifestation شبه ما حنشوف دلوقت ان شاء الله طيب هل الديسيز ده acute ولا chronic acute دوت اللي هو duration بتاعته اقل من 6 اسابيع لو اكتر من 6 اسابيع ده chronic طيب هل الديسيز ده inflammatory ولا non inflammatory اعرف منين لو inflammatory دوت اول حاجة على اساس الاستفنس قعد قد ايه لو الاستفنس ده بيوصل لساعة او اكتر ده معناه ان المشكلة inflammatory لو معاه sign of inflammation اللي احنا قلنا عليها يبقى ده inflammatory لو عملتله مثلا inflammatory marker اللي هما ESR والCRB ولقيتهم عين يبقى ده في الاغلب inflammatory disease non inflammatory العكس الاستفنس فيه short duration اقل من 30 دقيقة مفيش اي sign of inflammation inflammatory marker normal طيب هل عدد الجوينت اللي هي affected هل ده جوينت واحد اللي انا بسميه منو ارترايتس ولا اوليجو يعني من اثنين لاربعة ولا بولي يعني اربعة فيما فيما فوق تمام بس زائد ان انا برضو عايز اعرف هل هو articular ولا non articular يعني ايه يعني هل المشكلة في الجوينت ولا المشكلة في peri articular او المشكلة في الاماكن اللي حوالين الجوينت والله لو موجودة articular يبقى المشكلة هنا البين هيبقى ديب وحيبقى مش قادر يحدده لكن لو كان peri articular تمام او مش موجود في الجوينت نفسه هيبقى غالبا البين دوت localized تمام غير كده كمان اللي هي movement لما يحصل البين البين دوت هيكون في passive movement في active movement في الاثنين يبقى المشكلة هنا في الجوينت نفسه لكن لو كان البين دوت موجود في active movement بس مش في passive movement يبقى المشكلة حوالين الجوينت articular بيكون معاهم برضو deformity واضحة crepitation locking joint اللي خادرتك اكيد عارفه من الاسكي تمام ده كده articular لكن لو المشكلة حوالين الجوينت يبقى deformity بقى و instability وكده ده بيبقى قليل تمام طي كمان حتة مهمة برضو في الجوينت ده كده normal joint normal joint ده بيتكون من ايه ادي ده اللي هو cortridge اهو تمام ودوت كده synovial membrane synovial membrane ده هحكي لك عليه قصة واستنيها يعني قصة ممتعة جدا synovial membrane ده مهم جدا ان حضرتك تعرف انه بيبقى جواه cells السلس ده بتكون لك synovial fluid تمام اللي هو ده تمام واذي ده حواليه ايه حواليه كابسولي مهم ان انت تعرف بس حتة synovial membrane اللي بيكون synovial fluid كده احنا يعني ايه عملنا introduction سريع لأهم الحاجات اللي هنتكلم عليها قدام خلينا بقى نبدأ درس درس كده ونستعين بقى اول حاجة هنتكلم عليها ان شاء الله هي rheumatoid arthritis تعالي حكي لك قصة rheumatoid arthritis اولا rheumatoid arthritis ده تعريفه بيتلخص في 8 كلمات انه chronic disease انه هو infilimatory من ضمن infilimatory rheumatoid disease progressive الكورس بتاعه progressive وانه هو كمان autoimmune disease شباب احنا حنشوف دلوقتي ان شاء الله بيعمل ايه بيعمل والله joint destruction بيصيب joint symmetrically على النحيتين بتكون polyarthritis يعني اكتر من اربعة joint وفي الاغلب بيكون small joint وكمان بيكون معاه extra articular manifestation يعني بيعمل systemic manifestation طيب بيصيب غالبا الاج ما بين 45 ل60 ولكن في variance يعني ممكن تلاقيه في شخص صغير يعني يقل من 16 سنة وساعتها بسميه aytopacic arthritis بيجي في الصغير وده في الاغلب بيكون الف هنا نجد تمام طيب وممكن يكون في شخص اكتر من 60 سنة تمام وده اللي أنا بسميه late onset rheumatoid arthritis بيجي اكتر في الف بيجي في europeans بيجي في north american اكتر وطبعا لي genetic background وfamily history بتزود الانسيدنت حوالي 10 مرات من الشخص العادي اللي ما عندهوش family history تمام طيب تعال بقى نشوف هو اللي حصل في الشخص اللي جيله روماتويد arthritis ده اللي حصل عشان يجيله ال disease ده في الاول خليني اقول لك ان اغلب autoimmune disease بتكون القصة بتاعتهم ان هما معاهم ميزان لكفتين genetic susceptibility وenvironmental factor يعني ايه احنا في الطبيعي عندنا immunity بتتعرف على اي foreign body داخل الجسم اي حاجة اي انتجة غريب وبالتالي تبدأ ان هي تهجمه اللي بيحصل ان الشخص اللي بيجيله autoimmune disease ده شغالة كويس قوي عندها جهاز رصد عالي جدا عندها قوة ملاحظة عالية فبالتالي بيبقى عنده حاجة اسمها hyperimmunity فالمناعة هنا تقدر ان هي تتعرف على اي تغير طفي ممكن يحصل زي ان هي كمان ممكن تتجنم وتقدر ان هي تتعرف على الانتجنز اللي موجودة في الجسم الطبيعية على انها foreign body فاتهجمها تمام ولكن ده علشان يحصل لازم له استيميليشن من بر environmental factor الشخص دوت يتعرض لسترس الشخص دوت يخش يجيله viral infection فبالتالي تعمل استيميليشن للاميونيتي اللي هي تعتبر hyper hyperactive فبالتالي تبدأ تهاجم نفسها لو المشكلة كانت في الادابت في هيعمل autoimmune process أو autoimmune disease ولو كانت المشكلة في innate immunity فبالتالي هيعمل auto inflammatory disease دي الفكرة العامة لأي autoimmune disease تعال بقى نحكي كده القصة بتاعت روماتويد arthritis بالتفصيل فبقى تعال كده احكي لك ايه القصة اللي حصلت فيه الروماتويد arthritis والله هي القصة ان الشخص دوت حصل له تغير بسيط جدا ان الارجينين اللي هو امينو اسد طبيعي موجود في الجسم اتحول الى سترولين السترولين ده هو امينو اسد موجود في الجسم عادي تمام ولكن لان الشخص ده معاه genetic background يعني معاه immunity عالية جدا جهاز الراز ده عالي جدا فبالتالي قدر انه هو يلاحظ التغير الطفيف ده الشخص دوت بيكون معاه واحد واربعة حطوم جنب بعد يبقوا اربعة عشر المهم ان الشخص دوت قدرت تتعرف على السترولين دوت انه abnormal انتجن انه foreign body زي طبعا انه اتعرض الى environmental factor من برة شبه مثلا viral infection الشخص ده smoker تمام والsmoking هنا بتزود الانسيدنت جدا ان الشخص ده الاميون بتاعته يحصل ويحصل الauto immune disease طيب خلينا نكمل فبالتالي لما المناعة بدأت ان هي تتعرف على السترولين ده انه foreign body جت الانتجن presenting cell وتعرفت على السترولين وبدأت ان هي تلم المناعة عليها لمت عليها adaptive immunity هتلم عليها T سل وحتلم عليها P سل نمشي مع P سل الأول P سل هتتحول الى plasma cell والplasma cell هتكون لك antibody الantibody ده هيكون ضد الantigen اللي هم مين اللي هو abnormal antigen اللي الantigen presenting cell اتعرفت عليه اللي هو السترولين فبالتالي هتكون لك الanti ccb وده اللي احنا بنكشف عليه الanti سترولين بروتين تمام طيب وده الحاجة المهمة اللي حنشوفها في الinvestigation تمام زائد الرف الantibody complex اللي حصل ده هو اللي مسؤول عن ظهور الاكسرا ارتيكلر manifestation او السيستيميك manifestation اللي هنتكلم عنه يبقى دي اول نقطة نيجي بقى للتي سل التي سل بدأت ان هي تلمى عليها الايه الماكروفيجس والفايبروبلاست والاستيوكلاست بدأت تطلع لك سايتو كاينز الانترليوكن 17 والانترفيرن والتي اين اف الفا اللي هو فبالتالي الماكروفيجس لما جت بدأت تعمل ايه بدأت تعمل لك synovial inflammation العين والتارجت على synovial membrane تمام فبالتالي synovial membrane ده لما حصل فيه inflammation ظهرت وبدأ يحصل angiogenesis والشخص دوت بدأ يحس بالايه بالبين تمام طيب ايه تاني الفايبروبلاست دي بدأت ان هي يطلع لك حاجة اسمها matrix metalloproteins الM&B ده هيروح يعمل لك ايه يعمل لك cartilage damage يبقى الcartilage كمان تكسر طيب التزل كمان هيكون عليها حاجة اسمها rank 1 rank 1 ده هيروح يمسك في الاستيوكلاست اللي هي عليها الrank فبالتالي الاستيوكلاست دي هيحصل لها stimulation وبالتالي هيبدأ يحصل ايه البون كمان هيكسر يبقى كده النات ريزلت عندك ايه bone damage cartilage damage والاهم التارجت هنا كان السينوفيا الممبرين ان السينوفيا الممبرين ده يحصل له inflammation تمام طيب ايه بقى قصة السينوفيا الممبرين في الحقيقة ان السينوفيا الممبرين ده شخص قلبه سليم جدا وطيب جدا ولكن الدنيا جات عليه الماكروفيجيس بدأت تضرب فيه والتي سل تضرب والبي سل تضرب والفايبروبلاست تمام فكل الدنيا جات عليه كامتي اه كله ضرب ضرب مفيش تيبة ولا ايه بصراحة السينوفيا الممبرين ده قرر ان هو ياخد عزلة كده ويقوي من نفسه ويتحول الى شخص شرير وبالتالي بدأ يحصل ويكون لك حاجة اسمها البي 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 هو الوجه الشرير من السينوفيا الممبرين تمام ولكن للأسف السينوفيا الممبرين ده كان غلطان ليه لان السينوفيا الممبرين هنا لما اتحول الى الشخص الشرير بدأ يحصل مور دامج الحرب بدأت ان هي تزيد السايتو كاينز تطلع اقدر فبالتالي بدأ يحصل مور بون دامج الكارتليج بدأ يحصل دامج اكتر وبالتالي حصل جوينت دفورمتي الجوينت دوت بطل يتحرك وبالتالي لما الجوينت بطل يتحرك المصل كمان مش هتتحرك ولما المصل ما تتحركش هيحصل المصل أتروف فبالتالي السينوفيا الممبرين دوت خسر نفسه تطلع من ده بقى بايه تطلع من القصة دي إن حضرتك ما ينفعش تتحول من شخص طيب لشخص شرير بمجرد بس إن الدنيا تيجي عليك وفتكر قوله رسول صلى الله سلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدت الطيب فمتعملش شبه السينوفيا الممبرين حضرتك بقى لو جيت بصيت على الجوينت ده البيثولوجي هتلاقي إيه اللي إحنا قول لسه أين والقصة اللي إحنا قلناها إن السينوفيا الممبرين دوت حصل فيه إنجري وبالتالي بدأ إنه هو ياخد عزلة ويقوى من نفسه ويعمل هايبرتفي الهايبرتفي دوت اللي أنا بسميه جروسلي كده بعينك حاجة اسمها لمفويت فوليكا كمام السينوفيا الفليويد دوت مليان بالإيه بالبوليمورفين نيوكليس طيب إيه كمان الإنجري ده زي ما احنا قلنا هيعمل فبالتالي يحصل في ويحصل ويحصل فبالتالي الجوينت ما يتحركش ولما الجوينت ما يتحركش المسل مش هتتحرك ولما المسل ما يتحركش يحصل لها أتروفين زائد إن الليجامنت والتندن كمان هيحصل له لكسيشن واللكسيشن ده برضو من الحاجات اللي هتعمل لك الإيه الديفونيس كمان طيب نيجي بقى ليه زي ما احنا قلنا إن هنا هنلاقي أرتيكيلر وإكسرا أرتيكيلر قلنا إن هو أولا الشخص دوت حصل له سينوفيا الممبرين فبالتالي هتيجي هيجي لك بالصين يعني هيجي لك بالبين والريدنس والهوتنس والمورنينج ستافنس وقلنا إن المورنينج ستافنس دوت نتيجة بتاع السايتوكاينز في الأغلب هيقعد أكتر من ساعة أو أكتر كمان يعني أكتر من ثلاثين ديها أو في الأغلب كمان بتكون أكتر من ساعة وبعدين تبدأ إن هي تفك هتفك ليه علشان البلود هيبدأ يعملك ووش آوت لي السايتوكاينز دي مع الحركة فبالتالي يقدر إن هو واحدة واحدة اللي ستافنس دي تروح ويقدر يتحرك الجوينت اللي بيحصل لها أفكشن بتقولنا إن هو بيحصل عن نحيتين بتبقى بولي أرثريتس يعني أكتر من أربع جوينت من اللي بتبقى السمول جوينت ولكن أهم نقطة إن هو مش بيعمل أفكشن ولا لل دي آي بي ولا للساكرو إليك جونت تمام طيب وقلنا إن هو كمان هيعمل أفكشن لمين هيعمل أفكشن لي ممكن يعمل أفكشن لي السي وان والسي تو اللي هما بنسميهم الأطلانتو أجزيال جوينت تمام ليه آي نعم دا لس كومن يعني بس ممكن يحصل لإن إحنا قلنا إن أطلانتو أجزيال جوينت دولة يعتبروا سينوفيال جوينت مش آآ مش كارتيلوجينز تمام طيب نيجي بقى نتكلم على الجوينت أو الجوينت عندنا الهاند إحنا في الأغلب هنتكلم على أربع حاجات هنتكلم على الديفورمتي اللي بتحصل في الجوينت الموفمنت شكلها عامل إزاي إزاي حصل لو فيه نيرب بحصله نتيجة السويلنج دوت عمل كومبريجن على النور وحنشوف الإيه السويلنج حلو أول حاجة في الهاند هيحصل السويلنج السويلنج ده هيكون فيه هيكون فيه البي آي بي وهيكون فيه الميتا كاربو فارينجل جوين فييجي بالمنظر ده إيده عاملة شبه 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 الجروف كده أو تمام يبقى ده أول نقطة اللي حصل له دامج يا إما نتيجة الليجامنت أو التندن اللي حصل له لكستي ده فبالتالي يغير لي في شكل الجوينت أول ديفورمتي عندنا اللي هي الزجزاج هاند دي بتبقى إن هيحصل نحية الألنر الألنر في الميتا كاربو فارينجل و ريديال في الريديو كارب الجوينت فبالتالي جزء من الإيد حيخش جوه وجزء حيطلع برا فيبقى عامل شبه الزجزاج كده طيب يجي على الصعب يحصل إيه يحصل الزج اللي احنا شايفين هدي طيب يحصل حاجة مشهورة جدا في المطايد أرترايتس اللي هو اسمه نتيجة إيه نتيجة إنه هيحصل في البي آي بي و فلكشن للإيه للدي آي بي حيبقى شبه السوان نيك كده طيب البوتينيير البوتينيير دو بيبقى عبارة عن في البي آي بي و هايبر اكستنشن في الدي آي بي تمام طيب عندنا كمان إن يحصل سبلاكسيشن هنا اللي جمي انت هنا بيحصل له سبلاكسيشن عند الميتا كارب و فارينج فبالتالي تبقى شكل الإيد عاملة كده تمام قلنة دي عبارة عن إيه نتيجة إن برضو حصل سبلاكسيشن عند بتاع القلنة هتيجي عند الرست كده عند وتلاقيها برزة ومش بس كده حضرتك تدوس عليها تلاقيها بتخش وتطلع تخش وتطلع كإنك بتدوس على زرار بتاع البيانو كده عشان كده سميتها بيانو كي تاست تمام اي يحصل هنا عند الرست أسميه بوجي ساينوبيوم السكان كمان يبقى أتروفيد ويبقى ثن بالمنظر ده يحصل زي ما احنا قلنا هيحصل الموذمينت تاعت الدورسي فلكشن قلتلك إن حصل ساينوبيا بريين انفليميشن والماكروفيج ازودت البلود فيزل وبدأ يحصل أنجيوجينيسيس وهو الانجيوجينيسيسيس والبلود سابلاي الكتير ده هيظهر في صورة ايه بالمر إريثيم تمام يحصل كمان حاجة اسمها تريجر فنجر تريجر فنجر ده إن الشخص ده يجي يقفل سباع من السباع يعني سباع يبدأ إن هو يقفل وما يعرفش يفتحه كأنه لقد كده ده لكده سبب أولا إن بيحصل في الفلكسر فبالتالي الشخص ده ما يعرفش يعمل تمام تاني حاجة في حاجة مميزة جدا اسمها النوديول النوديول دي بتبقى موجودة على التندن فبالتالي تعمل شبه اللق كده أو لما يجي يقفل سباع وما يعرفش يفتحه عشان النوديول دي رح تحب ساكن فعشان يفتحه لازم إنت إنت اللي هتفتحه ويا إما هو هيستخدم إيده التانية ويفتحه تمام زائد إن المصل كمان حصل لها إيه حصل لها أتروف تمام يبقى ده كده بالنسبة لإله طيب نيجي للمي اللي هيحصل نفس الكلام نحن نتكلم على أربع حاجات أول حاجة بالنسبة للسوالنج يحصل سوبرا باتيلر سوالنج تمام عشان الهايبيرتفي إيه البيكر سيست دي إحنا عندنا في حاجة اسمها بيرسة عام شبهين مخدات كده موجودة في البوبلتية الفوس بيحصل لها سوالنج فتعملك بيكر سيست كده موجودة في البوبلتية الفوس مشكلتها إيه مشكلتها إن هي لو فرقعت تعملك شبه بالضبط المانيفستيشن تاعت الدي بي تي تمام فبالتالي إحنا عشان نفرق طبعا بنعمل إيه بنعمل ألتراسل ماشي نعمل دوبلر يعني ألتراسل ماشي نجي بعد كده لالفين الفين هنا هيحصل ديفورمتي أول حاجة على البيك تو يحصل هاليكس فالجس تمام هاليكس فالجس يحصل الهامر تو نتيجة إن يحصل سبلاكسيشن في الميكا نحية الفيبيلا أو تروح نحية الفيبيلا يعني يحصل اللي هو اللونج تيدون اللي موجود هنا يبقى شبه الفلات فود كده و تاني يبدأ يحصل لالانجل أهو كلمة فالجم جم افتكر كلمة جم يعني مستيكة مثلا فالتالي الاتنين هيلزقوا في بعض تمام يبقى يبقى يدي فالجس ماشي ايه تاني نيجي على الاسباين احنا قلنا ان الاسباين الفرتبري كلها بتكون نحة كارتلوجينس جوينت معادة سي وان و سي تو بيبقى سينوفيال جوينت فبالتالي الروماتويد ارترايت تزدود بيجي فين في السينوفيال جوينت فهو هيبقى سبير كل الفرتبري معادة سي وان و سي تو لان سي وان و سي تو دولة يعتبروا ايه يعتبروا من من السينوفيال جوينت فيحصل حاجة اسمها اطلانتو اجزيل سبلاكسيشن و دي حالة امرجنسي يعني ايه بقى بص ادي دي اللي هو اللي بالاحمر ده ده اللي هي الاطلس فيركبري تمام ويجي هنا في بروسس كده اسمه ايه اسمه اودونتويد اللي هي الاسمه ده مفروض انه هو الاودونتويد ده مسنود ماشي بليجامنت اسمه transverse لجامنت اللي هو بالازرع ده خلاص يحصل ايه بقى يحصل ان الشخص المعاي روماتويد ارترايتس يحصل ايروجن في transverse لجامنت ده تبقوا ايه المشكلة لأ حضرتك لما transverse لجامنت دوت يتقطع الاودونتويد دوت هيحصل ايه هو كان مسنود على الليجامنت ده فبالتالي مفيش الليجامنت الاودونتويد ده هيرجع الورا تم يرجع لأ حضرتك هيرجع على spinal cord فبالتالي هيدغط على spinal cord فالشخص ده هيجي لك بايه هيقول لك انه هو لما بيعمل flexion فبالتالي الاودونتويد ده بيرجع الورا فبيضغط على spinal cord فبيحس بهدج وبعدين يبدأ يحصل له يحصل له بريس يعني اللي هو يحس زي بويكنس كده في المصر وبعدين يحصل له شالل خالص وممكن ال spinal cord ده يتقطع خالص ويحصل ده عشان كده ده حيلاق امرجنسي فانا لازم اشخصها اشخصها ازاي هجيب الشخص ده وعمله lateral extreme هخليه مرة يعمل flexion ومرة يعمل extension وشوف المسيفة ما بين الодontoid process ده وما بين الاطلس لو لقيتها زادت عشان الодontoid process ده رجع الورق فمعنى كده ان فعلا في sub flexation يبقى لو لقيتها اكتر من ثلاثة من ثلاثة وليزم اعمل surgical intervention برضو حالة emergency تانية ان ممكن هو الكريكو aratinoid joint يحصل ايه affection وبالتالي الكريكو aratinoid ده كان بيعمل ايه والله ده كان مسؤول عن ان يحصل adduction وabduction للvocal cord فالشخص اللي بيحصل له affection في الجوينت ده بيجيلك بايه بيجيلك بhorceness للvoice ومش عارف يتكلم ومش بس كده حضرتك ممكن يؤثر على airway بتاعه فبالتالي يجيله respiratory distress وممكن الشخص ده يموت يحصل له strider فبالتالي دي حالة ايه دي حالة emergency تمام طيب يبقى ده كده بالنسبة للarticular manifestation طيب نيجي للأكسرا articular manifestation احنا قلنا ان الsystemic manifestation دي سببها ايه سببها الantigen antibody complex اللي تكون هيروح يأثر لك على الجسم كله اول حاجة مش عايزك تحفظ اول حاجة بالنسبة له الheart هناخده من بره الجوه اول حاجة الpericardium هيحصل ايه pericarditis ودي غالبا بتكون asymptomatic في 30% بعد كده myocarditis endocarditis يأثر على conductive system فبالتالي يحصل اريزميا ويحصل heart block هيأثر على الفيزل فيحصل abortic regurgitation يأثر على coronary ويحصل فيه vasculitis تمام نخش على lung ناخد من فوق لتحت اول حاجة بالنسبة للارنكس للسائلين هيعمل كريكو ارتيني joint inflammation وبالتالي ممكن يحصل استرايدر والشخص يموت بعد كده ننزل على الperenchyma هيحصل interstitial fibrosis وده common جدا بس مهم جدا ان ال fibrosis ده هيحصل فين هيحصل في lower lube دي مهمة عشان فيه امراض تانية هتعمل fibrosis بس في upper lube طلب يحصل ايه روماتويد نوديول مشهور جدا زي ما احنا هنشوف دلوقتي الروماتويد ان هو ييجي بنوديول شوفنا النوديول اللي موجودة في الفينجر ادي نوديول كمان هتخش بين هتبقى موجودة في lung النوديول دي هتبقى موجودة في parenchyma ممكن تكون سولاتري وممكن تكون multiple ولكن بص بقى لو النوديول دي الشخص اللي معاه روماتويد نوديول جاله حاجة اسمها نيومو كينوزيس يعني نيومو كينوزيس نيومو كينوزيس دا يعني شخص اتعرض لبلوشن مثلا او ابخرة او كده فبالتالي دا عمل له زي نوع من الانفليميشن والانفكشن في البرينجا لو الشخص دا جاله نيومو كينوزيس تاني يخش على بلورا ويعمل بلورا الافيوجن ولو خدت عينة من الافيوجن دا هتلاقي فيه الجلوكوز قليل وحتلاقي فيه الالدي اتش اي عالي وده غالبا الافيوجن دا بيكون يونيلاترل ويبقى اكتر مع الميلز وفي الاغلب بيكون مع الناس اللي معاهم الار اف اي ودوت يا اما يروح لوحده يا اما هيحتاج ان انت تديله استيرويد طيب نكمل نيجي بعد كده للنير كل اللي حصل ان انت عندك السوالينج اللي حصل في الجاينت عمل ايه ضغط على النير اللي جنبه لو ضغط على الميديا النير هيعملك الكاربل تانيل سندروم فبالتالي الشخص دا يجيلك بتنميل في اللاترال ثري ان هاف ايه فينجر كان في القلب وضغط على النير ضغط على البوستيري تيبيا النير كان عند الهيد فبالتالي ضغط على البروني النير عمل بريفرال نيروبسي تمام ممكن كمان ان جوماتويت بيعمل باسكلايتس زي ما احنا هنشوف دلوقتي الباسكلايتس دي ممكن تظهر في صورة كيوتينيوس يعني تظهر بسكين مانيفستيشن ياما تظهر بأفكشن للأورجنز فبالتالي ممكن تأثر على النير فتعمل لك حاجة اسمها مونو نيرايتس مالتي بلاكس يعني ايه يعني الشخص ده هيجيلك يقول لك انا عندي تنميل في ايد اليمين وبعد كده بعد فترة يقول لك لأ ده التنميل بقى في ايدي الشمال وبعد كده بقى لأ ده عند رجلي اليمين وهكذا تمام طيب ايه تاني لسه قيلين انه ممكن يحصل ايه اطلانتو ايه ايه طيب نيجي بعد كده عند الاي هناخد من برا برضو لجوه ان شاء الله لما هتاخد الرمض ايه هتلاقي ان احنا عندنا حاجة اسمها الابيسكليرا دي لما يحصل فيها انفليميشن هتبقى بانس هتبقى مجرد بس زي بوتشة حمرة كده بعد كده لكن السكليرا هي اللي بتبقى بانفل هيحصل سكليرايتس بتبقى بانس ممكن يحصل ثنينج للسكليرا فسميها سكليرو ماليشي يحصل كمان كيراتايتس فش على الكورنيا ويحصل برضو فيها زي ثنينج كده فبالتالي يحصل بيرفوريشن للكورنيا يحصل حاجة مهمة قوي بقى ان انت تعرفها اسمها الجوجرين سندروم ايه الجوجرين سندروم الجوجرين سندروم ده هو عبارة عن اوتو اميون ديسيز وحقول لك قعدة اي اوتو اميون ديسيز بيزود الرزق ان الشخص ده يجيله اوتو اميون ديسيز تمام طب الجوجرين سندروم ده هو عبارة عن اوتو اميون ديسيز ضد الاكزو كراين جلان بتاعة الاي والماوس فبالتالي الشخص ده بيكون معاه دراي اي ودراي ماوس بالحقيقة احنا عندنا نوعين من الجوجرين سندروم البرائمري اللي هو ليه اسم تاني اسمه سيكا سندروم ده بيكون ايه ده بيكون شخص معاه بس اوتو اميون واحد ضد الاكزو كراين جلان يعني الشخص ده كل مشكلته انه ايه انه معاه درايف الاي ودرايف الماوس تمام يبقى ده كده بالنسبة ل البرائمري جوجرين سندروم اللي هو اسمه التاني سيكا سندروم لكن الشخص اللي هو معاه روماتويد ارترايتس جاله انادر اوتو اميون ديسيز اللي هو الجوجرين اللي هو الشخص ده بيكون معاه الاتنين بيكون معاه روماتويد ارترايتس وفي نفس الوقت معاه دراينس في الاي ودراينس في الماوس ده كده اللي انا بسميه الجوجرين سندروم خلاص ده بس عشان يعني تفهم لو قالك برايمري جوجرين سندروم او سيكا سندروم تبقى فاهم الفاهم طيب نيجي للسكن قلنا عندنا حاجة سبسيفك اللي هي اسمها روماتويد نوديول الروماتويد نوديول دي من الحاجات المشهورة جدا والروماتويد نوديول دي بتكون سببها ايه سببها فاسكلايتس تمام والفاسكلايتس ده اهم حاجة فيها ان هي بتقول لي هل فيه دلوقتي اكتيفتي ولا لا بمعنى ايه بمعنى حضرتك ان لو الشخص دوت لقيت انه ديول بتاعته عمالة تجبر 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 يبقى الشخص دوت ايه دلوقتي عنده اكتيف دي سيز لكن لو حضرتك عطيته تريتمنت ولقيت انه ديول دي عمالة تصغر يبقى معنى كده انه هيحصل ايه انه معنى كده انه الشخص ده بقى و الاكتيفتي بدأت ايه تقل تمام طيب التاني حاجة بيقولها لك انه النوديول دي في الاغلب الشخص اللي بيكون معاه الروماتويد نوديول في الاغلب بيكون معاه RF فبالتالي حضرتك لو عملت للشخص دوت RF وطلع وهو معاه النوديول لأ افكر تاني في الدياجنوز ممكن الشخص دوت ما يكون معاه روماتويد Arthritis طيب فيه سندروم كده اسمه روماتويد نوديول روزيس يعني ايه يعني النوديول هنا بتكون كتيرة شوية ودي في الاغلب بتزيد كمان مع لو حضرتك عطيته ميزو تريكسيل شباب ما احنا هنشوف في التريب طيب ميلي لتنين سنتي موجودة في ساب كوتينيوس وميلي على يعني مثلا هتلاقيها عند القلب ومن بره من ناحية من بره من ناحية طيب قلنا ممكن تلاقيها فين في اللونج وقلنا خلاص على الكيفلين سندروم طيب بنيجي بعد كده بالنسبة للفاسكلا قلنا بيعمل فاسكلايتس الفاسكلايتس ده بيبقى اكتر في الميل وبيبقى في الناس اللي معيهم يعني هما السموكر والفاسكلايتس ده تقولنا بيظهر في صورتين يئما يظهر كاليجن على الاسكن بيبقى مثلا بيركرا ألسر يظهر في صورة زي جنجرين كده يعمل في النيل فولد يئما يؤثر على شبه ما احنا قلنا مثلا ايه ممكن يعمل المونونيورايتس A مالتيبليكس تمام طيب يبقى ده كده بالنسبة بالنسبة للأكسرا ارتيكيلر مانيفستيشن وبالنسبة للكلانيكال بيجي نيجي بقى لدي الدياجنوز الحكاية سهلة جدا أول حاجة هنعملها لابيراتوري انفستيجيشن وتاني حاجة هنعملها هي ايه هي الامجين طيب أول حاجة في اللابيراتوري انفستيجيشن هنعمل ايه احنا عندنا حاجتين عندنا الروماتويد فاكتر وعندنا الايه اللي هو الانتي سي سي بي وقلنا ان الروماتويد فاكتر ده اصلا هو عبارة عن ايه والله هو عبارة عن اي جي ام ماسك فيه اي جي جي اه ممكن يكون اي جي جي ماسك في اي جي جي او اي جي اي ماسك في الاف سي بورشن بتاع الاي جي جي بنعمله تاست اللي هو اسمه الاجلي انتيشن تاست وزي ما احنا قلنا انا ما بقدرش اعتمد على الار اف تيتر على اساس ان انا اشوف البروجنوزس يعني لو الار اف عالي قوي ده مش معناه 100% ان الشخص دوت ان هو معاه الديسيز سيفير او كده تمام طيب وزي ما احنا قلنا هو نان اسباسيفك ليه نان اسباسيفك لانه هو بيبقى بازتف 85% بس من البيشن اللي معاهم روماتويد و70% من الناس اللي معاهم روماتويد بتظهر معاهم الار اف ده ايه بدري ايرلي طيب ولكن زي ما احنا قلنا هو نان اسباسيفك لانه ممكن يزيد نورمالي في الناس اللي هما الالد لكن الاهم بالنسبالي هو الاي الانتي سي سي بي قلنا كون انتي بودي ضد الاي ضد السيترولين فدوت بنعمله عن طريق الالايزا ودوت يعتبر للسيفاريتي تمام وده يعتبر بنسبة 70% وسباسيفك بنسبة 98% وانا قلتلك يعني ايه اسباسيفك جزء الانترودوكشن يبقى معنى كده ان انا اقدر اعتمد عليه في ان انا اعمل دياجنوز على الايه ليه الروماتويد ارثرايتسو تمام طيب كمان بيزهر ممكن يزهر في الناس اللي هما الار اف بتاعهم ايه نكده تمام اهم حتة هي ان التست ده اسباسيفك بنسبة 98% طيب نيجي بعد كده عندنا الامدينج الامدينج اول حاجة هتعملها يا الاكس ري الاكس ري دوت ممكن يحصل يعني في الديسيس في الاول ممكن تلاقي بس السوالنج وحبة استيبروز بعد كده يزهر بقى الباصوليج اللي احنا اتكلمنا عليه هيحصل نتيجة السوالنج يحصل نوروينج للجوينت سبيس تلاقي فيه اروجن تلاقي فيه دامج تلاقي فيه سبلاكسيشن للليجامنت وبالتالي بعد كده يحصل deformity في الايه في الجوين ممكن نستخدم الالتراساوند الالتراساوند دوت بنستخدمه بنلاقي فيه ايه بنلاقي والله الانفليميشن السينوفيال ممبرين انفليميشن بنلاقي فيه الافيوجن ونلاقي كمان الاروجن والدمج اللي حاصل فيه البون وفيه الكارتلج ونقدر ان احنا نستخدمه في المونيتورينج بتاع الديسيس اشوف هل الشخص ده بيستجيب وبيتحسن ولا لا طيب وكمان احنشوف دلوقتي ان شاء الله في التريتمت ان احنا ممكن نعمل انترا ارتكيلر انجيكشن فممكن ان احنا نستخدم الالتراساوند ده عشان نعمل جايد يعني طيب زي ما احنا قولنا عشان نعمل داياجنوز لازم لنا ايه داياجنوستيك كاركتيريا وللأسف الدياجنوستيك كاركتيريا دي مهم قوي ان انت تبقى عارفها وعارف هي بتتكون من ايه وكان طيب احنا بنعمل اول الكاركتيريا دي امتى والله لما انت جاي لك شخص الشخص دوت على اقل معاه جوينت واحد معاه المانيفستيشن بتاع الساينوفايتس معاه المانيفستيشن بتاع الساينوفيا الممبرين انفليميشن اللي هي الساينوف انفليميشن مش بس كده حضرتك كمان بالديفرينشال داياجنوز كده انت شايف ان انا ارجح او اكسبكت اكتر ان دوت روماتويد ارترايتس مش اي ديسيز تاني بيعمل انفليميشن تمام طيب ايه بقى الكاركتيريا عندنا اتنين عندنا واحدة كانت بتاعت سبعة وتمانين واحدة تانية طلعوها في 2010 طيب يعني هي بتتكون من ايه اولا اللي هي بتاعت سبعة وتمانين دي بتتكون من سبع حاجات سبعة حاجات دي هنقسمهم خمسة واثنين خمسة بنعرفهم كلينكلي واثنين بنعرفهم بالايه بي الانفستجيشن واحد منهم لابراتري وواحد منهم ايه اميجنج تمام؟ بس فمفروض ان احنا عندنا عشان نفول فيه للكاركتيريا دي لازم يكون واخد سكور اربعة فيما فوق يعني يبقى معي اربعة من السبعة دولة بس فيه مشكلة بقى في الكاركتيريا دي اولا الكاركتيريا دي مش سنستيف قوي لشخص لسه معاه early rheumatoid arthritis تمام؟ لازم علشان اقدر استخدم الكاركتيريا دي وتبقى accurate لازم يكون على الاقل عد عليه ستة اسابيع فدي مش ايه مش حاجة اكريت فرحوا مطلعين لنا بقى الايه اللي هي الكاركتيريا بتاعت 2010 دي بتتكون من اربع ايه حاجات اول حاجة اللي هو الأكيوت فيز ري اكتنت اللي هو بيقول لك لو اللي هو الاسر والسي ار بي لو ولا واحد فيهم positive يبقى ساعتها ياخد zero لو واحد فيهم عالي او اللي اتنين عالين يبقى ذا كده هياخد واحد طيب ال duration لو اقل من ستة اسابيع ياخد zero لان انا قلت لك هو chronic disease فلو ستة اسابيع فيما فوق يبقى واحد طيب السيرالجي والله لو لقيت ال RF negative وكمان ال anti CCB اللي اتنين negative يعني ولا واحد فيهم positive لا خلاص دا zero لكن لو لقيت على اقل واحد فيهم positive لو لقيته low tetr يعني اقل من 3 time من upper normal دا ياخد اتنين لكن لو لقيت على اقل واحد فيهم positive و high tetr يعني اعلى من 3 مرات من upper limit بيبقى هياخد 3 طيب لو joint affection انا قلت لك ان هو بيبقى mainly بيبقى ايه oligo او poly poly arthritis وان هو بياخد small joint اكتر فبالتالي لو انا لقيته mono لقيته joint واحد بس و large joint يبقى دا ياخد zero طيب من اتنين لعشرة من large ممكن ادي له واحد لو بقى small joint من واحد لثلاثة يبقى هياخد اتنين من اربعة لعشرة هياخد ثلاثة لو اكتر من عشرة joint على اقل فيهم واحد small بيبقى هياخد خمسة بعد كده هتجمع كل دوت وتشوف لو لقيته ستة فيما فوق يبقى دا كده definitive طيب لو لقيته اقل من ستة والله في احتمال ان هو يبقى معاه رماتويد arthritis ساعتها تعمل ايه استنى عليه شوية وممكن بعد كده لما تعمل له الكاركتيريا دي تلاقيه السكور على يا ايه ما تفضل بقى تاخد منه هستري كده يمكن ايه يمكن برضه السكور بتاعه ايه يعني تمام؟ طيب من الحاجات كمان اللي احنا بنعملها ان احنا نسحب ساينوفيا الفليود فلما نسحب ساينوفيا الفليود هنلاقي فيه الكاركتيريا بتاعت الـ inflammation ودي ان شاء الله هكلمك عليها لما نوصل للسبتك ارتريس طيب بعد كده الشخص ده بعد ان شاء الله لما هندي له التريتمنت اللي هنتكلم عليها لازم بعمله مونيتوريج بتابعه ليه علشان اشوف الاكتيفتي بتاعت الـ disease بتتحسن ولا لا يعني اللي فيه اكتيفتي دلوقتي ولا الاكتيفتي بتقل عرفها منين؟ تلات حاجات كلانكلي ووحدة لابيراتري ووحدة امج الكلانكلي حضرتك البين بيتحسن اللي ستافنس بتتحسن اللي ساينوف انفليميشن بتتحسن زائد ان الـ ESR والCRB عمالين برضو بيقله وبالـ damage برضو الـ change والـ erosion وكده بيقل طيب بعد كده برضو انا عايز اشوف هل الجوينت هنا حصل له damage ولا لا عرفوا منين؟ عن طريق الـ imaging وعن طريق questionnaire كده بيعملوا زائد ان حضرتك الادوية اللي حضرتك هتديها دي من الحاجات المهمة قوي بتعملها side effects كتيرة جدا فعلشان كده لازم ان احنا نتبحها بالـ A-B الـ investigation تمام؟ طيب بيبقى ده كده بالنسبة للـ Diagnose نيجي بقى ليه? طيب نيجي ليه? أول حاجة انا ان شاء الله يعني هنتكلم على الـ treatment وهقولك اهم الحاجات والـ line of treatment وـ overview كده على الـ Demars عشان الـ Demars دي مشروحة في الفارما بالتفصيل طيب باسم الليه؟ أول حاجة احنا لازم نعمل Early Diagnose و Early Treatment ليه؟ عشان انا عايز ألحق الجوينت قبل ما يحصل له destruction ومعرفش ارجعته يبقى ديه أول نقطة تاني نقطة لازم تحدد من الأول الشخص ده معاه ورد برو جنوز ولا لأ؟ يعني لو الشخص ده مثلا Early onset بتاعته فيها severe ان فيه severe inflammation والشخص ده بدأ يبقى بصيت بالـ ultrasound لقيت فيه erosion قوي معاه systemic manifestation severe systemic manifestation الـ RF بتاعه positive معاه family history كل الحاجات دي تقولي ان فيه باب بروبنوز يبقى من الأول اعمل aggressive treatment عشان الشخص دوت يلحق الجوينت بتاعه قبل ما يحصله destruction طيب بنعمل treatment ازاي؟ احنا عندنا ثلاثة لين في اول حاجة drug تاني حاجة الـ واخر حاجة هي الـ الدراج ده عندنا ثلاثة حاجات والفيزيوثيرابي طبعا احنا بنعمله علشان نقلل من destruction ونقلل من ونحسن من الموفمينت تمام؟ طيب احنا نتكلم ميني طبعا على الدراج اول حاجة احنا عندنا ثلاثة واحنا في الاغلب اصلا عندنا ثلاثة مشاكل ايه الثلاثة مشاكل؟ حضرتك عندك synovial membrane في inflammation الـ inflammation عامل pain بلس ان الاميونيتي عمالة تطلع cytokines cytokines تكسر في الجوين فتعمل joint destruction فانا عندي ثلاثة مشاكل عندي الـ pain وعندي الـ inflammation وعندي destruction فاحنا هنشتغل على الثلاثة مشاكل اول حاجة بنستخدمها النانستيرويدل النانستيرويدل هتحللك مشكلتين بس مشكلة الـ pain ومشكلة الـ inflammation لكن ملهاش دعوة خالص بالـ ايه؟ بالدم تمام؟ طيب يبقى دي اول نقطة ولكن مشكلة طبعا النانستيرويدل اول حاجة ان هم ممكن يعملوا ايه؟ زي ما احنا عارفين يعملوا الألثر يعملوا جاستريتس ويبقى ممكن يحصل وطبعا احنا عارفين ان النانستيرويدل دولة اللورسك اللي هم اللورسك اللي هم يعملوا الألثر دي طبعا عندنا الـ epiprofen المودرت اللي هم شبهة ديكلو فيناك الـ high risk عندنا الـ endomethycine ده high risk ان هو يعمل لك الايه؟ الألثر طيب بنيجي كمان side effect احنا عارفين ان normal الـ prostaglandin بيعمل ايه؟ prostaglandin دولة مفروض normally كده بيعملوا systemic vasodilatation و pulmonary vasoconstriction ده في الطبيع احنا عارفين بقى ان النانستيرويدل دولة بيروحوا يعملوا inhibition للبروستاجلاندن وبالتالي لما يعملوا inhibition للبروستاجلاندن يبقى هيحصل العكس يبقى هيحصل systemic vasoconstriction و pulmonary vasodilatation طيب لما يحصل pulmonary vasodilatation ايه اللي يحصل؟ يحصل pulmonary effusion يبقى معنى كده لما يحصل pulmonary effusion الشخص ده عنده اهو fluid retention فده يعمل لود على القلب ولما يعمل لود على القلب ممكن يحصل heart failure طيب ايه تاني هيحصل systemic vasoconstriction systemic vasoconstriction systemic vasoconstriction يعني ال vasodilatation ده مش هيبقى موجود فبالتالي يحصل ايه؟ ال vasoconstriction ده هيقلل perfusion والدم اللي واصل للكدني وبالتالي يحصل nephritis وبالتالي يحصل renal failure يقلل الدم اللي واصل للCNS وبالتالي يحصل headache وبالتالي يقلل الدم تمام؟ وبيقولك طبعا ممكن يحصل ازمة نتيجة الانافيلاكسس بالسدارير ومع prolonged treatment ممكن بعد كده يصرع كمان من الايه؟ من الدمج بتاع الكارتليج والبون بس ده لمدة طويلة قويلة طيب يبقى ده اول دواء تاني دواء هو الاستيرويد زي ما احنا عارفين الاستيرويد ده anti-inflammatory وكمان ممكن نستخدمه كimmune a suppressed بس هو mealy anti-inflammatory قوي وبيشتغل بسرعة فاحنا بنستخدم الاستيرويد ليه؟ اول حاجة ان احنا بنستغل لان هو بيشتغل بسرعة والدمارز اللي هما ال anti-romatoid drug دولة بيشتغلوا بعد فترة وانا عايز الحق الجونت فانا بستخدم الكورتزول الاول لحد لما الدمارز دولة يشتغل بحيث ان انا ابروتكت الجونت ده من الايه؟ من الدستركشن تمام؟ يبقى دي اللي انا بسميها تاني حاجة هو مش بس بيقدر ان هو يقللك الانفلميشن اللي موجود في الجونت هو كمان بيقدر يكونترول الاكسرا ارتيكيلر ديسيز او الاكسرا ارتيكيلر مانيفستيشن تمام؟ فعشان كده احنا ممكن كمان ندي ايه؟ اي ام او اي بي ممكن كمان ندي انترا ارتيكيلر جوه الجونت نفسه ودوت احنا ايه؟ عشان ايه؟ عشان طبعا لو الشخص ده معاي سبير انفلميشن في الساينوفيا الممبرين فنخش انترا ارتيكيلر ونحقله ستيرويد اللي هو انتي انفلماتري بس طبعا لازم ان احنا ندي يعني اكتر حاجة ممكن تديها اربعة انجيكشن في السنة بحيث ان ما يحصلش دامج اكتر زائد ان انا بستخدم الكورتيزول دولة في حالة الست دي حامل لان اغلب الديمارس بيكون كنترا اندكيتد ان انت تستخدمهم فين في البريغمتز ولكن مشكلة الكورتيزول ادفرس ايفاكت بتاعتها احنا طبعا عارفينها من الايه؟ من الاندوكراين مش هنعيدها ديه بيبقى ده كده تاني دواء ممكن استخدامه تالت دواء بقى اللي هو مين اللي هما الانتي روماتويد دراج والانتي روماتويد دراج ده في الحقيقة هما بيشتغلوا على الانفلميشن وكمان الديستركشن فعشان كده انا بعتمد عليهم ولكن انا علشان امنع الديستركشن لازم اكون بدأت التريتمنت خلال 12 اسبوع من الانصت بتاع الايه؟ بتاع الديسيز عشان الحق الدامج ده تمام؟ وسواء بقى انت هتستخدمهم لواحدهم او هتستخدمهم كذا دواء يعني مع بعض حسب السيبرت احنا عندنا نوعين عندنا السيناستيك وعندنا البايولوجيكال تمام؟ طيب السيناستيك دولة بنقسمهم للكونفينشن اللي هما الترادشنل وعندنا التورجت اللي هما بيعملوا انهيبشن لي الجاك وحنتكلم ان شاء الله دلوقتي بالتفصيل وعندنا اللي هما الايه؟ اللي هما البايولوجيكال دولة اللي هما البايولوجيكال القدام اللي هما بقى عندنا اللي بيروحوا يعملوا انهيبشن للتين اف تمام؟ او اللي هما الاباتا سابت هنتكلم عليه برضو او الانتي سي دي عشرين او الانترليوكن ساكس انهيبتر وفيه برضو نوع جديد طالع شبه دولة اسمه بايو سيميلر أورجينيتر ده شبه البيولوجيكال يعني هيختلفوا حاجة بسيطة طيب خلينا نتكلم كده بتفصيل شوية طيب اول حاجة هو الكونفينشن انا بس عايز اقولك ان الدمارس دولة الفكرة العامة ان انت دلوقتي عايز تلعب على الاميونتي عايز تقلل من الاميونيتي دي فبالتالي لما هتقلل من الاميونيتي هتقلل من السايتو كاينز هتقلل من الحرب اللي قيمة وبالتالي هتمنع الايه الدامج زي ايه ان انت هتحل مشكلة كمان الانفليميشن كمان؟ طيب اول حاجة عندنا الكونفينشن الكونفينشن دولة اربعة عندنا الميزو تريكسيد والهايدروكسي كلورو والسلفا سالازين والليفلونومي طيب اهم كلمة عايزك تعرفها عن الميزو الميزو دي فيها او تفكرك ان هو بيعمل انهيبشن للفوليك اسد وبالتالي الفوليك اسد ده كان مهم جدا عشان البلوريفرينشيشن وتكوين السل والدي ان ايه فبالتالي هو كده هيشتغل كايه كانتيبلوريفراتف زي ايه ان هو برضو هيزود لك من الادينوزين ريليز وده برضو هيعمل لك ايه هيشتغل كانتيبلوريفراتف وانتي انفليماتف حل؟ ولكن تاني كلمة عايزك تعرفها في الميزو الـ HD الـ HD تفكرك ان هو هيباتو توكسك فالشخص دوت لازم تتابعه بالليفر فونكشن كل شهرين لتاليه وبردو تعمل رينال فونكشن واغلب اصلا اللي هم الديمارتز بما انهم بيشتغلوا كانتيبلوريفراتف حيلعبو لك دايما في البون مارو اكتيفتي وفي السي بي سي فلازم تتابع الـ A السي بي سي وبردو اغلبهم هيعملو لك ايه نوزيا وديارية ممكن يعملو لك الوبيشا يعني جزء من الشعر يوه طيب هيدروكس نيجي الاول للليفلونومات الليفلونومات ده شبه الميذوتريكسيت شوية ولكن عايزك تفتكر ليف له يعني تفكرك ايه ليف ليف مش حد بيلف فاللف دي بيتفكرك بايه تفكرك ان فيه انهيبشن للضاي هيدرو روتيت يبقى روتيت اهو روتيت يعني بيعمل روتيشن يعني بيلف تمام؟ وده بردو مهم علشان البايريميدين تنسسس يبقى معنى كده ان بردو هيشتغل كانتي ايه بلورافرد نفس الكلام هتابعه بنفس المونيتورينج بتاع الميذوتريكسيت وبردو بيعملك ايه اغلب بتاعت الميذوتريكسيت بس هنا الحاجة المهمة اللي انت تعرفها دي الليفلونميد الاف دي تفكرك بفيتوس هو هنا تيراتوجيني تيراتوجيني طي نيجي الهايدروكسي كلوروكوين الهايدروكسي كلوروكوين ده بيعمل ايه؟ بيروح يعمل انهيبشن للانتجين بريزنتينجسل فبالتالي الانتجين بريزنتينجسل اللي هي قدرت تتعرف على الانتجين دي وتلم عليها الاميونيتي مش هتقدر تعمل كده فبالتالي هنعمل ايه؟ هنتحكم في الاميونيتي دي. ولكن تفتكر ان الكولور لو دخل في عينك هيحرقه. فبالتالي الشخص ده لازم تتابعه بايه؟ بفاندوسكوبك. خلاص انه بيعمل مشكلة يعني في الاي وفي الكورنيا وكده. فلازم تعمل ايه؟ فاندوسكوبك اه اه كل شوان. تمام؟ وبرضه ممكن يعمل ايه؟ نوزيا ودايريا وحيط. طيب السلفة سالازين بيعمل ايه؟ ده بيينهبت عن طريق انه هو بيعمل انهبتشن للايه؟ للاركيدونيك اسد. ونفس الكلام هتابعه برضه بالسي بسي ده مهم جدا. وبرضه ممكن يعمل نوزيا اندير. تمام؟ طيب. يبقى ده بالنسبة لالكونفينشي. طيب. بالتاني حاجة هي التارجت سيناستيك دمارس اللي هما الجاك انهبتر. بس مش هنخش في تفاصيل بس انا عايزك تفهم ايه هما الجاك دولة. الجاك دولة احنا عندنا دولة السايتوكاينز تمام؟ السايتوكاينز دي عشان تشتغل لازم لها ريسبتر. هي بتروح تمسك في الريسبتر ده. وبعدين في حجبة اسمها الجاك اللي هما الكينيز دولة هيروحوا يمسكوا في الريسبتر. فبالتالي يعملولك اكتيفيشن الانزايم والباثوي كده اسمه ستات مش مشكلة المهم يعني ان دولة مهمين علشان الريسبتر ده يقدر انه هو يتعرف على السايتوكاين والسايتوكاينز تقوم بالفونكشن بتاعي. تمام؟ فبالتالي لما انا هروح اعمل انهيبشن للجاك السايتوكاينز دي مش هتقدر انه هي ايه تشتغل. تمام؟ طيب. دي الامثلة بتاعت الجاك انهيبتر الادبنتج بتاعتهم اولا هو دواء ايفاكتف جدا. ما بيعملش ألجي. بيشتغل بسرعة. الهاف لايف بتاعته قسيارة وبالتالي لما او لما حوقفه الايفاكتف بتاعته حيروح خلاص. ممكن استخدمه كمونوثرابي وممكن ان احنا برضو نعمله كومباينيشن. زي ما احنا قلنا هو ايفاكتف. ده ما بيعملش اغلب الادوية دلوقتي اللي احنا نتكلم عليها بتعمل ايه؟ الجسم نفسه بيكون لها انتي بادي. ده الجسم ما بيكونهوش اي 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 انتي بادي. ولكن ايه السايد ايفاكت؟ السايد ايفاكت هنا في الاغلب كل الديمارتس لان هما بيقللولك المناعة بالتالي بيعملوا ايه؟ بيعملولك ممكن يعملك هيربس فيروس يحصلوا تاني لان المناعة قلت. ممكن يؤثر لك كمان على الايه؟ على الجي اي تي ويعمل ده يالي. طيب برضو اغلب الديمارتس هتلاقيهم ان هما بيزودولك الليفر فونكشن. وهتلاقيهم كمان بيؤثروا على الايه؟ على البلاد سال كاونت. تلاقي هنا بيقلل لك الهيموغلبن ويقلل لك الوايد بلاد سال ويزود لك الايه الثرومبوزوس. فبالتالي ده ممكن يعملك ايه؟ ممكن يعملك كارديك ايفن. وبرضو اغلب الديمارتس هتلاقيهم بيزودولك الايه الريسك اوف ماليجنز. تمام؟ طيب. طيب بالنسبة بقى ليه البيولوجيكا. احنا اول الحاجة عندنا هما مين؟ هما التين اف الفا انهابتر. دول هيروحوا يعملو لك انهابتشن للتين اف الفا اللي كان زي ما قلتلك بيعملك دامج بيعمل كارتلج دامج وبيعمل ادهيجن تمام؟ فا اول واحد عندنا هو الانفلاكسيماب الانفلاكسيماب ده كايمرك يعني ايه كايمرك؟ يعني جزء منه من الانسان وجزء التاني جاي من الماوس تمام؟ فبالتالي اي حاجة هتكون جايبينها من انيمال ده فيه انسيدنت عالية ان الجسم يكون له انتي بادي فعلشان كده في الاغلب الانفلاكسيماب ده بنحطه مع الميزوتريكسيت عشان نمنع الجسم انه هو يكون له الانتي بادي تمام؟ طيب بيبقى دي اول حاجة ايه السايد افكت؟ نفس الكلام ممكن يحصل انفكشن بس مشكلته بقى ان هو ممكن يعمل ري اكتيفيشن للتي بي فبالتالي الشخص اللي هياخد انفكسيماب لازم الاول نحلله ونتأكد ان هو الشخص ده ما عندوش ايه؟ لاتنت تي بي نعمله الكوانتي فير طيب ايه كمان احنا لو حصل انفكشن احنا لازم نوقفه وبعدين نبدأ بعد ما انفكشن دي نعالجها نرجعه تاني نفس الكلام لو الشخص ده داخل سورجي هنوقفه وبعدين نرجعه تاني بعد اسبوعين طيب ممكن حضرك لو بتديك انجاكشن يعمل لك ايه؟ يعمل لك ري اكشن ويعمل لك انا في لاكسوس وبردو شبه الديمارت هيعلي لك الايه؟ ويعمل لك سايتوبيني وقلنا ممكن يحصل ايه؟ اوتو انتي بادي وللاسف برضو انه هو ممكن يعلي لك الراسك انه يحصل لمفومة وممكن كمان يزود لك ويعمل اكسسر بريشن الايه للامن اس كمام؟ طيب نيجي بعد كده تاني نوع عندنا اللي هو اسمه اباتاسبت كل اللي انا عايزك تعرفه هنا انه اولا هو هيومينايز يعني مش كايمارك فبالتالي انه هنا ريسك انه يحصل انه يكون انتي بادي ده قليل طيب بيعمل ايه؟ والله ده بيروح هيعمل لك اه مفروض ان الانتيجن بريزنتنج سال زي ما احنا قولنا لما تعرفت على الانتيجن كفورين بادي بدأت تروح تعمل ايه؟ هتبدأ تلم عليها الانيونيتي فاول حاجة هتروح تعمل لك اكتيبيشن للتي سال ازاي؟ عن طريق ان هما الاتنين هيمسكوا في بعض الانتيجن بريزنتنج سال دي بيكون عليها سي دي تمانية وعشرين والتي سال بيكون عليها سي دي تمانين فبالتالي الاباتا سابت ده بيروح يعمل ايه؟ يقفل يمنع ان يحصل الوصلة ما بين الانتيجن بريزنتنج سال والتي سال طيب عشان تفتكرها افتكر اباتا سابت فكرك ببتة وستة بنت صغيرة وستة كبيرة بنت صغيرة عندها تمانية وعشرين سنة وستة كبيرة عندها تمانين سنة الاباتا سابت بيروح يمنع الوصلة ديت فبالتالي يمنع الاكتيبيشن بتاع التي سال تمام؟ طيب دي نقطة ده ممكن ندي برضو الواحده ممكن ندي معه الميذوتريكسي طيب تالت نوع عندنا مهم جدا اللي هو الريتوكسيماب الريتوكسيماب ده بيروح يعمل انهيبشن للسي دي عشرين السي دي عشرين دوت موجود كتير جدا على البي سال تمام؟ فبالتالي معنى كده ان هو هيروح يمسك فيه الـ السي دي عشرين دوت يبقى معنى كده ان هو هيعمل ايه؟ هيعمل ابوبتوزيس للبي سال وديبليشن للبي سال فبالتالي هيمنع الاكتيبيشن بتاع البي سال ويمنع المصايب اللي البي سال دي بتعملها فبالتالي مش هتكون الانتيبودي وبالتالي انا كده همنع الديستراكشن صح؟ خاصة ان انا قلت لك ان الانتجن انتيبودي ري اكشن ده هو اللي بيعمل الاكسرا ارتكيلر مانيفستيشن تمام؟ طيب يبقى دي نقطة كمان احنا بنستخدمه في النان هوتجيكن ايه؟ طيب وده ايفاكتف خاصة لو انا استخدمته مع الميزو تريكسي قولنا بيعمل بي سال ديبليشن وقلنا ايه صايد ايفاكت بتاعته نفس الكلام بس مش بيعمل يعني تي بي طيب ايه تاني ممكن يحصل انفيوجين ايه؟ ري اكشن ولكن ان هو يعني يعملك الانتيبودي الانتيبودي الجسم يكون انتيبودي ده يعني قليل شوية تمام؟ طيب ليه لان الريتوكسيماب اصلا كايمان تمام؟ نيجي بعد كده ليه الانتريوكين ساكس ري سابتر انهابتر اسمه ايه؟ اسمه اسمه توسليزيوماب وده هيومينايز قلت لك طالما هيومينايز يبقى معنى كده ان مش هيكون انتيبودي ضده تمام؟ طيب ونبقى هوا بيعمل انهيبيشن ليه الانتريوكين ساكس وبالتالي هيعمل انهيبيشن ليه الاي? هيمنع البيسال ان يحصل لها اكتيبيشن وبالتالي هيمنع الاكتيبيشن برده بتاع التي سال وبالتالي برده هيقلل من الاخيوت فيز reactant وان ESR والCRP يطلعون هيقلل من neutrophil اللي عمالة تتجمع في الجوينت وبالتالي هيقلل من الحرب عمتا وهيقلل من angiogenesis فحيقلل من penis formation وبالتالي كده هيمنع الايه destruction تمام؟ طيب ممكن تتدي معا الميزو تريكسيد وممكن تدي كمونو سربي ولو ان هو بيعمل rapid action وبيعمل improvement لثلاث حاجات ليه الانيميا وليه الفاتيج وليه الاستيو كمان؟ والside effect برضو شبه اغلب الديمارز هيعمل infection منها التي بي بيعمل hyper sensitivity بيعليلك liver function بيعمللك neutropenia وthrombocytopenia والحاجة هنا المميزة كمان ان هو بيزود لك ال lipid وال triglycerin وللأسف برضو ممكن يزود لك riskly malignancy وممكن يعمللك برضو diverticulitis وperifurition خلاص؟ واخر حاجة دي ما فيهاش كلام اللي هي biosimilar ده نوع جديد كده مطلعينه هما شبه ال originator وما قالكش عليها كلام كتير طيب فاضل لنا بس اقول لك ايه الاستراتيج اللي احنا بنستخدمها علشان نعالج بيها الروماتويد ارتريت طيب نيجي بقى للستراتيج احنا بنعمل ايه؟ ايه سهلة اول حاجة بنعملها ان انت بتدي له gluco corticoid short term من gluco corticoid ليه؟ احنا قلنا الستيرويد بتبقى ليها rapid action وانا بستخدمها كبريتشي ثيرابي لحد لما الدمارس دي بتبدأ ان هي تشتغل فبالتالي الجلوكو corticoid تكون ايه؟ عملت control على الاكتيفتي تمام؟ يبقى دي اول حاجة عطيته الجلوكو corticoid هحط معي بقى دمارس الدمارس دي في الاغلب بنبدأ الاول بميذوتريكسين طالما ما فيش contraindication طب فيه contraindication شوف حاجة تانية من التراتيشنال ممكن تستخدم مثلا السلفة سلازين الليفلونمايد اي حاجة خلاص؟ وبعدين تبدأ تعمل monitoring عملت monitoring لقيت الشخص ده بيتحسن ووصل للtarget بتاعه خلال 6 شهور خلاص الحمد لله كده ابدأ ان انت اقلله من الجرعة بحيث ان انت تمشي على اللي هو simplest possible long term maintenance circuit خلاص اقل دوز ممكنة وفي نفس الوقت تكون عاملله ايه؟ control على ال disease والactivity تمام؟ يبقى دي اول face فبيفرد بقى انت بتعمل monitoring لقيت ان هو لأ ما بيتحسنش يبقى ساعتها حنخش في face 2 face 2 بقى حنبدأ ان احنا نشوف هل الشخص ده معاه poor prognostic factor مش انا قلتلك ان الشخص اللي بيكون معاه poor prognostic factor دوت بيحتاج aggressive treatment فبالتالي انت هتشوف لو الشخص ده معهوش poor prognostic factor يبقى ساعتها هنعمل ايه؟ ساعتها ممكن ان انت يتغير الدواء اللي انت ماشي عليه يا اما تزود عليه دواء بمعنى ايه؟ بمعنى حضرتك لو هو مثلا ماشي على ميذوتريكسيد وما تحسنش يبقى ممكن ان انت يتغير الميذوتريكسيد وتحط دواء تاني من من الديمارتز من الكونفينشن يا اما تحط يعني تدي الميذوتريكسيد ومعايا مثلا الايه السالفا سالازين تمام؟ تمام وممكن برضو تحط معاهم الايه الكورتيزون تمام؟ طيب افرد بقى لأ ده الشخص ده فعلا poor prognosis يعني الشخص ده معاه فاميلي هستري الار اف بتاعه positive معاه severe erosion من الاول خالص معاه erosion وdamage قوي للجوينت يبقى ساعاتها الشخص ده محتاج aggressive treatment ساعاتها لازم نستخدم اتنين من الديمارتز يبقى هو لو ماشي مثلا على ميذوتريكسيد هنحط له ديمارتز كمان ولازم تحط في اعتبارك ان انت تستخدم لان انا قلتلك من الحاجات effective جدا تمام؟ طيب وبعدين هنتابع لقيناه بيتحسن الحمد لله هتقلل الجرعة وتعمل منتز تمام؟ ما بيتحسنش يبقى حيخش منك في ايه؟ في فيسري ساعاتها هنعمل ايه؟ ساعاتها بقى هتبدأ تبدل تشوف انت كنت بتستخدم ديمارتز ايه؟ وتبدأ تستخدم حاجة تاني تعمل تشينج ليه؟ ولو ما كنتش بتستخدم jack inhibitor يبقى ساعاتها هتستخدم jack inhibitor وبرده تعمل monitoring لقيته بيتحسن هلوصي بقى الحمد لله هتقلل الجرعة وتعمله maintenance ما بيتحسنش افضل بدل فيه الدمارتز دي حد ما يجيب نتيج تمام؟ بس كده كده الحمد لله خلصنا جزء rheumatoid arthritis اتمنى ان هو يكون جزء يسير يعني ان شاء الله بسم الله نحن 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 ان شاء الله طالب الوقت هتكلم عليه السيستامة لوبس اول حاجة السيستامة لوبس كاركترستيك بحاجتين بيه السيستامة مانيفستيشن ويه الفاسكليجس فانا اول نقطة عايزك تعرفها ان السيستامة لوبس هيجيلك بيه سيستامة مانيفستيشن اكتر بكتير من الاي الارتكيلر مانيفستيشن طيب بيجي اكتر اكيد فيه الفيميل ما بين سن 20 ل 40 سنة يعني في الفيرست ساكن ديكيت لقوا كمان ان الاكس كروموزوم بتزود اللاء بتاع الاس anatomy عشان كده بييجي في الفيميل وبييجي كمان في الميل اللي عنده اكس زيادة اللي هو مين اللي هو ami طيب الاثانيك جروب بييجي في الافريكن ويو كي اللي هم الوايت يعني بيجي في الوايت اكتر تمام من الاي من البلاك البلاك افريكن د داء رير ان هو ييجي الاتيولوج هنا Beyond ولكن زي ما احنا عارفين انا دلوقتي ان شاء الله هحكي لك القصة بس نشوف ايه اللي مكتوب هنا. احنا عندنا برضو جيناتك باكجراوند وعندنا انفيرومينتال ايه فاكتر. الجيناتك باكجراوند ان برضو الشخص دوت معي اللي هو الهالة دي ار تو ودي ار تري دولة لو ان الريسك عالي ان هما يجلهم ايه اسل ايه. وبردو الهالة دي كيو والهالة دي ار ده بيزود الريسك انه يجي الاسل اي او تو انتين. حنشوف دلوقتي ان الكمبليمنت ده هيبقى ودي حتة مهمة جدا هنتكلم عليها كمان شوية في الانستيليشن. وزي ما احنا قلنا ان الاكس كروموزوم بتزود الانسيدنت عشان كده في ميل الانسيدنت بتاعة الاسل ايه فيهم اكتر ولكلاين فينتر علشان ده ميل معاه اتنين اكس. لا وكمان الهيري ديتري زي ما احنا قلنا ان اكيد البوزة الفاميلي هستري بتزود الانسيدنت ولقوا كمان ان المونو زي جوت 2 عندهم انسيدنت 35% لكن الدي زي جوت بتبقى 5% يعني المشكلة كده ايه؟ شا نادر. طيب الانفيرومنت الفاكتر بقى هي مين? اهم حاجة هنا مميزة هي السان ري. انتكر ان هي السان ري وهقولك لي دلو. اللي هو الالترافايلت ري يعني لقوا ان ديت برضو الناس اللي بيتعرضوا للالترافايلت ري دي بتستيميلات ان يطلع سايتو كاينز ويكون لك اوتو انتي باضي. ممكن يكون اتعرض لفايرل اينفكشن برضو لقوا ان الناس الاوبيز او معاهم بي ام اي عالي ده بيكون معاهم ريسك فاكتر برضو ان هما يجلهم ايه؟ 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 الفيميل في في الريبريداكتيف year. بين سن 20 الاربعين سنة. ولغ كمان ان drawing eh during pregnancy والfelپريجنسي والمنسزة السمتم كمان بتبقى ايه؟ بتبقى tom gekize me呢. تمام؟ طيب بيبقى انا كده لو عايزك تفتكر اآآ هنا في الاس هي عايزك تفتكر ايه؟ عايزك تفتكر والله ان دي ست تمام. علشان في الفيميل اكتر ست سيمينة علشان تفتكر ان هي عباز في الساكن دي دكا بتاء كاعي يعني worà 20 الاربعين سنة. هايجي لها systemic manifestation اكتر هتتعرض لي sun ray تفتكر ان sun ray من environmental factor والsex hormone من الحاجات اللي بتزود ال A الانسلين تمام يبقى كلهم بالA بالاس وكمان rare في ال A في الستات يعني هنقول السمر ماشي السمر او السودا هتبقى قليلة في ال A اللي هما البلاك افريكي تمام طيب تعالى بقى احكي لك ايه القصة والباثوجينيزز بتاع الاسل طيب تعالى كده احكي لك ايه القصة والله القصة هنا ان اولا الشخص دوت بيكون معي genetic background بصراحة الانيونتي ما بتكونش احسن حاجة regulation بتاعها مش احسن حاجة تمام يبقى دي اول نقطة عرقها تاني نقطة هو ان الشخص ده هيتعرض لي environmental factor اهمها هي ايه هي sun ray ال UV فبالتالي حيبدأ يحصل ايه حيبدأ يحصل ان السل دي في بعض السل حتموت ويحصل يكون ابوبتوتيكسل تمام ولكن الابوبتوزيس حيزيد وفي نفس الوقت clearness حيقل يعني الناس اللي بتموت حتزيد و اللي بيشيلوا الميتين حيقل تمام فبالتالي ايه اللي حيحصل حيحصل accumulation الابوبتوتيكسل دي وبالتالي الانتجن وهي ماشي يتقول ايه ده الزبالة اللي مرمية في الدم دي فتلم عليها تمام لما تلم عليها الاميونيتي التيسل يحصل لها اكتيفيشن والبيسل يحصل لها اكتيفيشن وهم اصلا بعافية يعني تمام فيبدأ يحصل ايه البيسل تطلع لك انتي بودي ضد الانتيجن اللي هي الابوبتوتيكسل دي فانتيجن وانتي بودي لازم له complement عام شبه بالضبط لما عسكري يمسك حرامي حيمسكه بايه هيمسكه بكلبشيت اهي الكلبشيت دي هي complement فبالتالي ده هيستهلك من complement عشان كده complement ده هتلاقيه ايه هتلاقيه depleted وقليل في الده تمام ولكن الانتيجن انتي بودي complex ده للأسف هيروح فيه الجسم كله وكل السيستم ويبدأ يعمل organ damage وده السبب فيه ظهور السيستاميك ايه manifestation خلاص يبقى كلمة السر هنا في القصة بتاعت السيستاميك لوبس هي كلمة ايه زبالة تمام الزبالة اللي هي الابوبتوتيك سال اللي حصل لها accumulation تمام يبقى ده كده اللي احنا قلناه ان احنا عندنا ان الابوبتوزيس هو ايه هو اللي زاد وعمل activation للبي سال والتي سال نتيجة للأكيوميليشن للأبوبتوتيك سال دي و دي كريز ال تمام فبالتالي البي سال دي حصل لها وكون وهو ده سبب السيستاميك مانيفيستيشن تمام والتي سال برضو هيحصل لها ولكن للأسف برضو في هنا في ال ايه في ال اميونيتي تمام فالتي سال هتبدأ تطلع لك الايه السايتو طيب لما نيجي بقى نبص على الباثولوجيك الفيتشر هنلاقي اللي احنا قلناه عندنا اميون كومبليكس عامل في اغلب الايه خاصة البلاد فيزل في عمل فاسكيلايتس سد البلاد فيزل في عمل فاسكيلابيسي ولما سدها عمل والنيوكروزس والنيوكروزس هنا اسمه فيبرينويد تمام بس طيب نيجي بقى مانيفستيشن مش الارتيكلر ولكن الارتيكلر هتبقى شوية شبه الروماتويد ارتريتس ولكن فيه اختلاف جوهري انه هو هنا نون اروسي نون ديفورم يعني مش بيعمل ولا ديفورمتي ولا بيعمل اروجين ليه لانه لو تفتكر قصة الروماتويد ارتريتس هي انه هو رايح يهاجم السينوفي الممبرين يعني رايح اصلا عينه على الجوين لكن هنا لا ده انتجن انتي بودي كومبليكس راح سرح في الايه في الجسم كله فهنا الارتيكلر مانيفستيشن هتكون بايلاترال حولي ارتريتس سيماتريكلي للمسمول جوينت قولنا الديفورمتي رايح ولو حصل الديفورمتي مش هتبقى سببها ان الجوينت نفسه افكشن لا نتيجة ان الليجم انت نفسه هو اللي حصله لوسنج او سبلاكسيشن فالليجم انت لما حصله سبلاكسيشن عمل ايه عمل جوينت ديفورمتي وده اللي انا بسميه جاكت ارتريتس يعني ديفورمتي حصلت نتيجة ان الليجم انت هو اللي حصله لوسنج مش الجوينت هو اللي تكسر كمام زي قد ان ممكن يحصل ايه زي ما احنا قولنا فاسكلابسي اوكلوجن البلد فيزل البلد اللي رايح للبون ما يبقاش يعني يتمنع وبالتالي يحصل نيوكروزيس للبون اللي انا بسميه آفاسكلابسي وده بيحصل اكتر في الايه في الفوسفوليبيد اللي احنا هنتكلم عالي طيب نيجي للأكسترا ارتكيلر مانيفستيشن او السيستامة مانيفستيشن وقلنا دي الاهم احنا هنعمل ايه هنروح على الجسم كله ونبوزه اول حاجة جنرال مشهور جدا ان هما يجوا ب مانيفستيشن كده فتيج على فيفر تمام على أرثالج على ويت لاص والفيفر دي اصلا بتقول ان فيه ايه ان فيه اكتفتي فيه دي سيز اكتفتي دي تمام طيب وفتيج ومهم جدا ان السيبت اللي معايها اصل ايه دي من الحياة المهمة قوي ان هي سيبت يجي لها نيومونيا ويمكن النيومونيا دي تمام يجي لها دو شبه الكورونا كده لان انا قلت لك من الاول ان هي عندها دفاكت في الايه في الامين طيب نيجي بعد كده على الهورد هنيجي بقى من بره الجو بريكاردايتس مايوكاردايتس اندوكاردايتس يحصل الكوندكتف سيستم يبوز ويحصل ديس اريزميا وهارد فيلير الكورونريت السد ويحصل هايبرتانشن نيجي على اللن ناخد من بره الجو البلورا يحصل فيها ويحصل فيها خاصة لو الست دي اصلا معايها نيفراتيك سندروم او كورديك فيلير او اي حاجة عاملالها ايديمة الافيوجن ده ممكن يبقى يوني وممكن يبقى باي بيبقى في الاغلب يعني وممكن يبقى يعني ممكن يسوبر اد عليه ويكون يعمل شبه الباسكل تمام نيجي على البارينكما ممكن يحصل الاول نيجي على الالفولاي الالفولاي هنا ممكن تعبي دم تمام تعبي دم وبالتالي الالفولاي دي لما تعبي دم ممكن الست دي هتجي لك بيه هتجي لك بهيموكتسس تمام وبالمونري هامريج تمام فدي من الحياة المهمة جدا ان انت تاخد بلك في الاسل اي منها تمام تجي لك بدور شبه بالزبط دور الكورونا فانت تقول ده دور كورونا وتعزلها والالاسف الست دي تموت لان هي كان معاها ايه لوبس نيومونيتس تمام طيب ايه تاني البارينكما نفسها يحصل فيها انترستيشيل نوني ديسيز تمام طيب الكيدني طبعا عندنا حاجة اسمها لوبس نيفرايتس ودي بتبقى من اول ممكن تبقى ميلد تروتونيوريا وممكن توصل لجلوميرونيفرايتس تمام طيب اه طبعا مهم جدا ان احنا نعمل تريت من عشان نمنع والست دي ممكن تجيلك بايه ممكن تجيلك بهايبرتنشن طيب وهي عندها عشرين سنة تلاتين سنة فانت تفكر في حاجة ساكن دي طيب اه تجيلك بان بتاعتها عالية تجيلك ببروتونيوريا تمام بروتونيوريا عالية كمان هي او اكتر من ممكن تجيلك بهيماتوريا عشان يعني ريشوين تجيلك بايه طيب احنا عندنا هنا دي بنقسمها على حسب اللايت مايكروسكوب بنشوف فيه ايه عندنا دوت اللا هو ميليمال ميزنجل وده غالبا بيكون نورمال اللا هو يعني بيكون نورمال ده اللا هو ودوت بيبقى فيه تلاتة واربعة دولة اكتر حاجة ما بنشوفهم في مصر يعني برضو علاجهم غلص شوية الفوكل ده لو فيه مبوذ من قل من 50% للجولوميلاي والديفيوز اكتر من 50% الممبرنس ده في الاغلب بيجيلك بصورة النفراتيك وعندنا اخر واحد اللي هو الادفانسد طبعا السكليروزنج وده بيبقى في ايه السكليروز قيد السي ان اس مانيفستيشن بيجيلك ناس دي مشهورة جدا ان يجي لهم ديبريجن وموت ديستوربنس تمام ويجي لهم ويجي لهم جيليان باري طيب السكليروزنج مهم جدا في السستامة لوبيس شعرها يقع ويجي لها الوبيشيا فيه سكين راش اشهرها طبعا عندنا المال للراش وعندنا الدسكويت الدسكويت دي او لما تلاقي كلمة الدسكويت تعرف ان فيه سكار على طول دي بتبقى راش لونها احمر وبعد كده ممكن تبقى وتسيب لك بعد كده سكار وبجمنتيش وفي الاغلب بتبقى ايه بتبقى بينيس طيب ايه تانية ممكن تلاقي اللي هي المنفقة كيوتينيس باسكلييتس قلتلك الباسكلييتس ممكن تجيلك بكيوتينيس ليجن هيدا ممكن نشوفوه في السستامة يحصل في الحياة الأكيوت هي والمال الراش تمام والمال الراش ده عبارة عن راش كده لون ورد موجودة على التشاك وسبير اللي بتيجي في الماوس وبتبقى غالبا بينيس بيجي لهم رينايد فينامنا اه دي مش حاجة سبيسافيك يعني بس دي بتيجي برضو في السستامة لوبس وإيه رينايد فينامنا ده سبب وإيه فاسكلييتس عندك اوكلوجن للبلود فيزل فبالتالي الايد الاول تبيض وبعد كده تزرق علشان دي اكسجينيت بتزيد وبعد كده يحصل ايه يحصل تاني يعني والبلود فيزل ده يبدأ يتفتح فبالتالي يبقى الايد لونها ايه احمر تاني خلاص ودي في الاغلب بتبقى يعني استيميليتد كده او بتزيد مع الكولد او طيب نيجي للبلود مانيفستيشن عندنا اول حاجة كل حاجة غالبا هتقل عندنا اول حاجة فيه انيميا سببها ايه وممكن تبقى هيموليتك انيميا في انتي بودي بيهاجم الاربي لان انا قلت ان ده اوتو ايميون دي سيز واي اوتو ايميون دي سيز ممكن نيجي معاه اثر اوتو ايميون دي سيز طيب البلايتلت برضو يجي لك انتي بودي ضد البلايتلت كمام وحنشوف دلوقتي في الانتي فوسفو لبت طيب برضو تبقى في ليوكوبينيا لأسباب كتيرة منها ان في انتي بودي ضد الواي بلات سل ممكن الاسبليين نفسه عمال يكسر ممكن البول مارو نفسه مش بيصنع تمام يبقى يما انتي بودي كسرتها يما الاسبليين نفسه اكتيفتي عالية وبيكسر يما البول مارو اصلا مش بيصنع يما الادوية ده اكتر طبعا بيجي في الوامن 30-40 سنة ولكن يعني 40-50% منهم بيكون اصلا معاهم اسل ده بيتميز بايه او الباثوجينيس بتاعته ان ده بيكون انتي بادي بسميه انتي فوسفوليبد انتي بادي ده بيعمل ايه بيانتفير مع فبالتالي يعمل ايه يزود من حدوث الكلوتين والثرومبوزيس فالثرومبوس دي تروح تعمل ايه تسد الارتري والفين فالستة دي يحصل لها لو هي حامل يحصل لها اشهر حاجة بيجي لك بيها الست بتاعت الانتي فوسفوليبد تقول لك ايه ريكارين ابوشن فاحنا هتروح عامل لها التحاليل بتاعت الانتي فوسفوليبد سندروم وتلاقيها فعلا عندها انتي فوسفوليبد تب لو مش حامل هتجيلها ريكارين ثرومبوزيس وممكن نجيلها برضو ثرومبوسايتوبينيا وهيموليتك أنيم الانتي باديس دي مهمة جدا اللي هم الانتي كارديوليبن واللوبس انتي كواجلند والانتي بي تو جلايكو بروتين وان دول مهمين وبتستأل فيه تمام طيب نجي بقى لدي اول حاجة بالنسبة للكاركتيريا احنا عندنا ادي 11 ايتم تمام 11 نقطة مفروض ان يكون اكتر من اربع يكون الست دي عندها اكتر من اربع عشان افول في الكاركتيريا تمام طيب سواء كان بقى كلينيكل النقط دي كانت كلينيكل او كانت ايه لابراتري تمام طيب في بقى كاركتيريا اولا احنا عندنا كلينيكل وعندنا حاجات بنعرفها بالايه بالابراتري علشان اشخص السبت دي معاها سيستام كلوبس لازم تاخد اربعة فيما فوق من السبعتاشر دولة ادي دولة 11 و ادي دولة 6 فمن السبعتاشر دولة تاخد اربعة بس على اقل هتاخد واحدة من هنا و واحدة من هنا يعني ماينفعش تاخد الاربعة من هنا او الاربعة كلهم من هنا لازم على الاقل واحدة من هنا و واحدة من هنا ويكون اربعة فيما فوق او لو انا عملت لها بايوبسي وطلع فعلا عندها لوبس نفريتس ممكن ازود عليها بس ان هي تبقى عندها الانا بوزيتف او الانتي دي ان اي بوزيتف تمام تمام طيب ايه الانتي بوزيتف احنا الاول اصلا ايه الانفستيجيشن اللي حنعملها اكيد هنعمل الاول السي بي سي ونلاقي بقى نيوتروبينيا ونلاقي الانيميا وكده بس خلي بيلك الانتي بيكون في الاغلب نورمال تمام في الاغلب نورمال ايه لو كان معاها ايه انفكشن طيب الانتي بوزيتف دلوقتي على حسب الانتيجن الدي ان اي ان هو الابنورمال اا انتجن هتكون له انتيبودي هسميه انتي double strand دي ان اي لو كونت انتيبودي للهستون هسميه انتي هستون وهكده ولكن لو ان كل انتيبودي من دولة بيدي لك اهمت كده ان الشخص ده هيكون معاه other associated disease يعني دلوقتي لو الشخص دوت لانا معاه anti double strand دي ان اي امام اولا ده lupus nephritis الهستون الانتي هستون ده بيكون مع drug induced the a lupus الانتي centromere ده بيكون معاه limited systemic sclerosis اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله او primary pylori sclerosis الانتي رو والانتي لا بتبقى معاهم systemic sclerosis ومعاهم primary geogren اللي احنا اتكلمنا عليه وقلتلك primary geogren دوت اللي هو اسمه antinistica syndrome اللي هو بيكون معاه autoantibody ضد exocrine gland بتاعة الماوس والأي والآي فبيبقى معاه dryness في الماوس وdryness في الأي طيب ممكن تلاقيه كمان في poly myositis وفي برضو neonatal loops طيب ايه كمان عندنا antismas ده بيكون مع cnx manifestation والkidney او cnx يعني disease والkidney disease والأنتي neuronal برضو بيكون مع cnx manifestation وبيقول لك كمان ان الناس اللي هم البلاك الناس السود هيكون معاهم anti-smess خلاص anti-smess الanti-sm دوت هيكون مع السود وال rmb برضو هيكون مع الناس البلاك يبقى الناس البلاك في تكر الصمر r يبقى مع rmb تمام والسود السود هيبقى معاهم sm يبقى البلاك هيكون معاهم anti-body dote مشي وال rmb بيكون مع overlap syndrome يعني ايه overlap يعني دي واحدة معاها systemic lobus روماتويد arthritis تمام التوب isomerase هيكون معا diffuse cutenial systemic sclerosis والanti-phospholipid اللي احنا لسه سائلين عليه هيكون مع anti-phospholipid syndrome تمام طيب اعالج ازاي ست دي عندها ايه عندها اولا manifestation معاها pathology او pathogenesis immunity فانا هامل ايه حوق في immunity عشان امنع ان يكون anti-antibody complex اللي عاملك اصلا systemic manifestation فبالتالي هنديها non-steroidal وهنديها حاجة تقللك من المناع immune suppressant corticosteroid ممكن hydroxychloroquine كم طب ولو كان عندها anti-phospholipid syndrome هنعمل ايه هي مشكلته ايه مشكلته thrombosis يبقى انا حدي حاجة تقللك من thrombosis هتدي low grade من aspirin زائد الhyperin هتدي من اول pregnancy وهتوقفه قبل delivery على طول عشان ما يحصلش بدل دي لو الستة دي ما بتستجبش يبقى ساعتها نعمل ايه ممكن نديها بقى اللي هو البردنوزولون او ندخل لها IV IG intravenous immunoglobul تمام طيب الحمدل للك ده بالنسبة للإيه للsystemic loops بالنسبة للأستيو ارترايتس اولا ده سهل جدا بس حضرتك تفهموا واحدة اولا الاستيو ارترايتس ده ما احنا اتفقنا ده non inflammatory disease وقلنا ان ايتس ده غلط ليه لانه هو degenerative disorder بيعمل damage في الكارتليج وقلتلك ان الكارتليج ده ما بيوصل لهوش blood supply وبما انه ما بيوصل لهوش blood supply يبقى معنى كده ان مش هيحصل فيه inflammation عشان كده سميته degenerative disorder مش inflammatory disease طيب بقى ده اول حاجة لما طبعا هيعمل cortridge damage ده هيعمل pain وستفنس ولاص لي function شباب ما حنشوف دي مات احنا عندنا نوعين النوع الاول اللي هو primary والنوع التاني اللي هو secondary primary ده ملهوش سبب يعني unknown cause وده بيبقى بيعمل degeneration في cortic مثلا شخص معي rheumatoid arthritis زي ما احنا قلنا rheumatoid arthritis بيعمل inflammation في synovial membrane وبعد كده نتيجة بال cytokines اللي طلعت بدأت تعمل cortilage damage ده عبر عن ايه osteoarthritis فبالتالي osteoarthritis هنا حصل secondary لل rheumatoid arthritis تمام او مثلا trauma برضو حصل بعدها osteoarthritis او بعد endocrinal disease او ممكن يكون a congenital factor طيب زي ما احنا اتفقنا اي disease من rheumatoid disease هيكون لي risk factor هما risk factor ايه 6 تمام بتحصل في الفيميل اكتر كبيرة في السن فوق 60 سنة كبيرة في الوزن obese ممكن تكون تعرضت لتروما وممكن تكون بتشتغل شغلين بتستخدم فيها الجوينتز كتير واحد لعيب كورة فبالتالي بيستخدم رجله كتير بوكسر بيستخدم ايده كتير تمام بيشتغل مثلا في مصنع وبيشيل حاجات تقيلة مثلا وبيستخدم برضو الجوينتز بتاعته كتير تمام حلو ومعاها ايه ومعاها family history يبقى دولة risk factor طيب زي ما اتفقق ان احنا هنحكي لكل disease ديها انت اللي حتقول كل حاجة قدي طيب تعالك بقى احكي لك ايه القصة بتاعت osteoarthritis والله القصة هو ان احنا عندنا risk factor زي ما احنا قلنا ادي الست الايه الابيس الست الابيس دي حصل لها ايه حصل لها تير في الكورتيج حصل ان الكندروسايت دي حصل لها NG والجرحت وبالتالي لما الكندروسايت دي جرحت بدأت تجن تبقى مجنونة فبالتالي بدأت يحصل لها وتطلع لك cytokines تقول علي وعلى اعدائي تمام عشانا اتجرحت انا هوريكم فبالتالي تطلع cytokines تمام فبالتالي يحصل ايه المية تزيد والبروتيو بلايكانز هتقل ولكن للأسف الكندروسايت دي مش هتقدر تقوم كتير وللأسف هتموت مجنونة تمام يبقى الكندروسايت دي ايه هتموت مجنونة هيحصل لها ضاية هتقوال ضاية تمام وبعدين بعد كده هيبدأ late يعني يبدأ يحصل bone growth البون يبدأ يحصل وده اللي انا بسميه تمام يبقى انا كده لو انا هلخص لك هلخصولك في الجملة دي cartilage loss and bone growth تمام وده اللي احنا هنستفاد منه في يبقى اللي حصل ان الكندروسايت حصل لها injury فالجنت حصل لها blood differentiation علي وعلى اعدائي طلعت cytokines ولكن للأسف ماتت مجنونة وبعدين حصل bone growth فالباثوجينيسس كله يتلخص فيه cartilage loss and bone growth تمام طيب نيجي بقى للكلينيكال بكتر احنا عندنا cartilage loss and bone growth حضرتك لما يحصل cartilage loss البون دوت كان مفروض عندي الجوين بتكون من اتنين bone ما بينهم cartilage دوت كان بيمنع الاحتكاج بتاع البون اللي فوق مع البون اللي تحت دلوقتي انا معايا cartilage loss الcartilage loss ده هيحصل ايه ينتج عنه ايه ان يحصل احتكاج ما بين البون فبالتالي الشخص ده يقولك ان هو بيحس ببين البين ده بيزيد مع الموفمينت تمام كل ما يتحرك يحس بالاحتكاج ده فبالتالي يحس بيه البين ويحس بيه الكريبيكوس كأن رجله بتطرقع كده تمام حلم ده اول حاجة تاني حاجة البون جراس البون جراس اللي هو بنسميه الاستيوفايتس فبالتالي يحصل ايه اما يزيد البون يبدأ يحصل في الجوينت تمام ويبدأ يحصل خاصة لو كمان ده كان فمسلا معارو ما تيد ارترايتس عامله اصلا تمام دي نقطة ايه كمان ايه الجوينت اللي بييجي فيه الاستيو ارترايتس الحقيقة ان تكون من ثلاث ايه من ثلاث حروف وهو بيجي في ثلاث امراض بيجي في الاستيو ارترايتس وبيجي في السوريات دي سيز او السوريوزاس يعني وبيجي في الجوت خلاص بس مهم بالنسبالك ان انت تعرف الاستيو ارترايتس بيجي في الدي اي بي ممكن يجي في الفيرست كاربو ميتا كاربن في في الني بقى في الهاب في الجوينت في اي حتة بس مهم بالنسبالي ال ايه الدي اي بي تمام طيب زي ما قلتلك هيحصل بون ديفورمتي عشان البون جراز دوت فبالتالي هيظهر ايه هيظهر حاجة اسمها هي بيردن نود الهي بيردن دي هتظهر فين هتظهر في الدي اي بي يبقى الدي مع الدي والبي مع البي الانتر فارينج الجوينت هيظهر البوشارد نود تمام زائد ان هيحصل سواء يعني الاتنين لازقين في بعض كده يام فارس يعني الاتنين هيبعدوا عن بعض تمام طيب طيب نيجي بقى للدياجنوز هنعمل دياجنوز ازاي اول حاجة هنعمل هنعمل الاكس ري هتلاقي في ايه هتلاقي في كلمة لاز اول حاجة الال يعني لاز لجوينت سبيس هيحصل ناروينج للجوينت سبيس عشان زي ما احنا قلنا هيحصل كارتليج لاز وبعد كده هيحصل بونجراس البونجراس ده هيعمل لك ايه هيعمل لك ناروينج لجوينت سبيس خلاص يبقى يبقى الال ده ايه لاز لاز لجوينت سبيس تاني حاجة الو السيوفايت الاس الاثنين اس بقى سابكندريال سيست وسبكندريال ايه اسكليوس تمام طيب دي اول حاجة ولكن للأسف يعني الاكسرين مش هقدر ان انا اشوف البروجرشن يعني مش هقدر ان انا اتابع بيه لكن احنا عندنا جريدينج سيستم الجريدينج سيستم دوت هو اللي انا طيب تاني حاجة الامر اي في الحقيقة الامر اي ده بيشوف الليجمينت كويس تمام يشوف لو فيه منسكستير لكن مش روتين لانه غالي طبعا وبرضه مش سانستيف قوي علشان اشوف الايرلي استيوارتنان الستي برضه غالي وما فيش يعني ادفانتج بالنسباله على الاس الالترا ساوند بيقدر انه هو يشوف الكارتليج لص والكارتليج ديستراكشن وكده تمام طبعا يبقى دي اول حي طيب ايه كمان عندنا كمان ان في حاجة اسمها ريديو نيوكليوطايد اميجينج الريديو نيوكليوطايد اميجينج ده ده مفروض ان احنا بنحق المادة كده بتبقى هو التكنيشن ده بيبقى مشاعب بيقدر انه هو يوريني ايه ينور كده ويوريني الكارتليج لص تمام طيب ولكن برضو مش بقدر ان انا اشوف بيه البروكريشن تمام طيب بعد كده ممكن نعمل بايو كيميكال موركر هي مش سبسيفك قوي ولكن بتوريني الايه اللي هو الكارتليج لص ويه البونج رص بمعنى ايه يعني مثلا حضرتك لو لقيت اللي هو الكارتليج اوليجومارك ماتريكس بروتين ده ده معناه ان حصل ايه ان الكندروسايد دي حصل لها انجري اتجرحت تمام وبعد كده هتبدأ ان هي تتجن فلما تتجن ويتطلع سيتو كاينز يحصل سينوفيال انفلميشن وقلتلك بتطلع الميتالو بروتويزيس فانت ممكن تلاقي الميتالو بروتويزيس ده عالي ده معناه ان فيه سينوفيال انفلميشن بعد كده هتموت مجنونة وبعد اما تنوت مجنونة يبدأ يحصل البون جراس هنلاقي البون سيالو بروتين او الايه البايريدو نولي تمام طيب يجي بعد كده ممكن احنا نعمل سينوفيال فلويد اجزاميناشن وساعتها هنلاقي نون انفلمياتري ماركر بقى تمام اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله في السيبتيك ارسلانس طيب نيجي بقى للدياجنوستيك كاركتيري احنا عندنا الدياجنوستيك كاركتيريا ليه الني وليه الهام الني اول حاجة شخص بيجيلك ببين ويزيد مع الايه مع الموفمنت زائد ان حضرتك هتعمله اكس ري هتلاقي المنظر اللي احنا قلناه هنا اللي هو لص تمام زائد اي حاجة بقى من دول تمام الاجي فوق الخمسين في بوني انلوجمنت بوني تاندرنس في كرابيتس الجوينت دوت وورب في مورنينج ستافنس تمام طيب لكن الهب في بين في الهب جوينت زائد حاجتين من دول ان الاسر مش عالي لان ده مش انفليماتري تمام مش انفليماتري دي سيز ان في اوستيوفايت ان في نوروينج لجوينت سبيس اتنين من دولة مع البين في الهب يبقى ده كده دياجنوستيك لهب اوستيوارثريتس تمام طيب طيب نيجي بقى ليل تريد اولا الهدف ايه والله الهدف ان حضرتك معاك بين ومعاك ديستركشن فانت عايز تخفف البين وفي نفس الوقت تمنع فاحنا هنعمل ايه عندنا اول حاجة نان فارمكولوجيكال وعندنا فارمكولوجيكال وعندنا سورجيكال ايه تلقى الكورنر ستون بالنسبة لي هو مين هو النان فارمكولوجيكال يعني ايه يعني ان الشخص ده هتديله نيوتريشن لازم تقلل من الريسك فاكتر الستة دي كانت اوبيز هتقول لها معلش لازم تخسي ايه تاني الاكليوبيشنال اه لو الشخص ده اصلا الريسك فاكتر بتاعه ان هو اه مثلا كان بيشتغل اه شغلانا بيشيل فيها كتير او بيستخدم الجوين فيها كتير معلش هتضطر ان انت تغير شغلك زائد الفيزيكال ثرابي طبعا نبدأ بقى الفيزيكال ثرابي واحبة اكسرسايز علشان نحسن من الايه من الموفمينت والموتاليتي ونقلل من الستافنس بتاعت الجوينت طبعا علشان الانفليميشن وكده والجوينت ده هتلاقيه وورم وكده هنعمل نستخدم ايه اللي هي الكمالين نعمل برضو ستريتشنج علشان نزود من السترانس بتاعت المسل ونزود الايه الفلكسبلليتي ونقلل من الجوينت استافنس ايه كمان لازم نخفف اللود على الجوينت عشان مايحصلش ديفورمتي وعشان نقلل من البين هنزود زي ما احنا قلنا السترانس بتاع الكوادرسابس موسل وممكن نخليه كمان ايه بقى يستخدم عصاية مثلا مشاية عشان تقلل برضو اللود على الايه على الجوينت في بقى اللي هي الايبر السينية والهايدرو الثورابي الحاجات اللي بتقلل البين شوما هاي نيجي للفارمكولوجيك حضرتك عندك بين اول حاجة بتستخدمها تستخدمها هي الايه هي البرستامول اللي هو الاسيتومينفين ده في حالة ان البين ايه مايلد او مادرد ما نفعش ساعتها هنحتاج ان احنا نستخدم حاجة اقوى شوية عندنا بقى الاببروفن او الاسبرين او كده ولكن زي ما احنا عارفين فيه صايد افاكت ان يحصل فلو فيه ريسك عالي للجي اي تي بتبدي معيها بي بي اي علشان تقلل من الايه من الاسدتي تمام فتقلل ان الريسك ان يحصل زي ان انت ممكن تستخدم الايه السيلو كوكسل تمام طيب ما نفعش يبقى الاسف هنحتاج ان احنا نستخدم اه انالجيزك اللي هما الاوبيويد اللي هو الايه الترمدول تمام طيب لقوا كمان ان الهايدروكسي كلوروكوين اللي كنا بنستخدمه في الروماتويد ارترايتس كده بالتجارب يعني انه هو بيقلل الايه البين بتاع الاستيوارترايتس نفس الكلام برضو في الديولوكساتين اللي هو الـ لقى برضو انه هو بيقلل من البين بتاع الاستيوارترايتس ولكن بيعمل المشاكل بتاعته اللي هي النوزيا الكونسيتيباشن ديكريز الابيتايت تمام طيب يبقى احنا كده عملنا ايه حلينا اول مشكلة اللي هي مشكلة البين عندنا مشكلة تانية اللي هو الباثوجينيسيس اللي هو من اول لما الكوندروسايت دي تتجرح فاحنا هنعمل ايه ممكن نعوض الكوندروسايت تمام هنعوض الكوندروسايت او هنعوض الكارتليج اللي عمال يحصله عن طريق انت تدخل من بتاعة الايه بتاعة الكارتليج اللي هو مين اللي هو شبه الكوندروسايت او الجلوكوز ايه الجلوكوزا مين ده يعتبر جليكوزا ماين وجلايكان ده بيبقى موجود في الكارتليج فانا بدخله ايه من برا طيب برضو في حاجة طابيكال كده اللي هو الكابسيسيان ده بيبقى طابيكال برضو بيقلل الالبي نيجي للبايو الميكانيكال ايه البايو ميكانيكال البايو ميكانيكال ده اولا بتعتمد ان حضرتك بتقيس الاول البايو ماركر اللي احنا لسه قيلينا عليه فبالتالي بيستسبكت ان الشخص دوت عنده رسك للأستيو ارترايتس وان يحصل له تيرن اوبر وكارتليج تيرن فبالتالي حضرتك بتعمل البايو ميكانيكال ايه البايو ميكانيكال ده ان انت بتعمل بعض الاكسرسايز تلبس الشخص دوت زي مثلا ني بريس كده يقلل من الدامج تلبسه مثلا نوع معين من الشوز او فوت وير كده علشان يقلل اللود على الجوينت تمام طيب ممكن تحقن كورتيزول ممكن ما بنحبسوش قوي عشان ما يحصلش دامج اكتر ولو يعني حقن في الكورتيزول يبقى اكتر حاجة ممكن تعملها ان انت تدي تلاتة او اربعة انجيكشن في الايه في السنة حلو نيجي برضو نفس الكلام احنا بنلعب على ال ال لما تجرحت اتجنت ولما تجنت طلعت لك منها الانتر اليوكن وال وبالتالي لما هيعمله انهيبشن هيبدأ يحصل هيقلل من وحيحافظ على الكندروسايد ان هي ما تموتش تمام فادي دا هو الاستيوسيرين دا وبيينهابت الانتر اليوكن وان وبالتالي بيينهابت الاكتفتي بتاعت الميتالو بروتونيزيس وبالتالي بيحافظ على ال نفس الكلام الانفلوكسيماد دا انتي TNFα وبرده هيعمل ايه هي بريفنت ايه الكارتليج دا طيب السورجي ممكن نعمل ايه ممكن والله تخش ارثروسكوبك بمنظار كده وتعمل دبرايدمنت يعني هتشيل بقى الميتين هتشيل الكندروسايد اللي ماتت هتحاول تقلل من الاستيوفايد فبالتالي هتقلل من السمت ولكن الباثوجينيس لسه موجود تمام طيب فيه مال بتعمل ممكن تخش تعمل ايه مش احنا قلنا ان الوجع ده سببه ان بون بيحك في بون فممكن تخش تعمل ايه استيوتومي تشيل جزء من البون ده او تخش تعمل ايه تمصمر الجوينت تعمل حاجة اسمها ارثرو داييسيس حرفيا تمصمر الجوينت بتحط مصمر في الجوينت بحيس ان الجوينت ده مايتحركش فبالتالي الشخص ده مش هيتوجع ولكن اكيد يعني هستخدمه في الجوينت اللي هي ايه اللي هي الصغيرة اللي انا لما همصمرها مش هتقصر لي قوي على الموذمنت يعني مثلا في الكرب البون لكن مش هتيجي عند النيوت مصمرها مش هيعرف يمشي تمام ممكن بقى ان انت تروح تعمل ايه تعمل جوينت ريبليز تغير المفصل ماشي ممكن نعمل ايه كمان ممكن حضرتك تدخل كوندروسايت من بره طب هتدخل كوندروسايت ازا من بره والله ممكن ان انت تدخل الميزينكايم الاستمثل والميزينكايم الاستمثل دي هتبدأ ان هي تكون لك ايه كوندروسايت بدل اليمان او تحقن هيالويورينيك اصد او هيالويورينيت وده موجود في السينوفيا فلويد فلق حضرتك لما هتحقنه هيزود لك من السينوفيا الايه فلويد وبالتالي برضو هيحصل من الايه من السمتم ويقلل من الدمج ممكن تستخدم البي ار بي البي ار بي ده اللي هو البلازما ريتش البلايت ريتش بلازما البي ار بي دي بتعمل ايه والله دي بتبدأ ان هي تزود الانابوليك اكتيفتي بتاعت ال بتاعت الكندروسايت وبردو تحفز لك تكوين الميزنكايم السل فبالتالي تكون لك كوندروسايت يبقى بعد معنى كده ان هي هتعوض لك الايه الكارتليج اللي ماتت طي ممكن تدخل برضو تعمل بولمرو أسبايريشن يعني تحقن نخاع فبالتالي اما تحقن البولمرو ده تبدأ ان يحصل ايه يبدأ ان هو يبقى يكون لك ميزنكايم السل بيحصل ويكون لك ايه كارتليج تاعت او تريح دماغك خالص وتروح تكون كوندروسايت بره في المعمل وبعدين تحقنها في الجوينت للراجل اللي معاه استيو ارث تمام يجي بعد كده اخر حاجة في حبة ركومنديشن كده بيقولك ايه بتقول ان احنا اول حاجة بنبدأها هي ان احنا نستخدم بقى الاسيتومينوفين او البراسيتامون دي اول حاجة بنستخدم خلاص علشان نقلل من الايه من البين ما نفعش زي ما احنا قلنا ممكن نعلق شوية نستخدم الاسبرين نستخدم السيلوكوكسب ما نفعش بنستخدم الترمدول ممكن بعد كده نحقن بقى الكورتيزول ممكن نستخدم الايه الكندروتين صالفيت زي ما احنا قلنا ومع النيوتريشن ايه سابلم لو الانيشيال مانجمنت دي ما نفعش ممكن بعد كده نحقن هيالو يورينات انجيكشن وممكن ندي ديولوكساتين مع الاوبيوت خلاص ومنسيب في حالة ان الشخص ده بقانه فترة طويلة قوي البين مش بيروح تمام بدأ يحصل فبالتالي انا هتطر اخش اعمل ايه اعمل تمام طيب اتمنى ان يكون جزء الاوستيو ارترايتس من الحاجات السهلة يفهمه بس وما تخدش وقت كتير من انت تذكر